اوكي طلاب مرتضى علي كامل الخلس لا تبدو محاضرة شنو نفرق خليني اقرب الله استاذ بس قبل لا تبدو محاضرة قناة اليوتيوب شنو نفرق بين الفيديوهات اللي انه واللي للعلوم طيب شوف مرتضى انت من تدخل على القناة انا بسوي الكياهة بلاي لست خليني اشوف كياهة اشتركوا في القناة شوفوا انا مخلي قناتيا قناة اسمها الكمبيوتر اركي تكتر شوفوا هاي تروحون هاي كومبيوتر اركي تكتر موجود بيها لحد الان فيديوه الفيديو الاول مثل ما تشوفه ساعتين وثلاث دقائق والفيديو اللاخ ساعتين وسبع دقائق الفيديو الاول كان يتكلم عن cpu organization قلنا اكو single accumulator اكو عدنا general purpose register واكو عدنا stack organization وهذا الفيديو الثاني يتكلم عنه الادريسنج موت اللي اخذناها الامبلايت واميديت ودايركت وانديركت وهالمو فانت الطب تدخل عليها تلقاه مكتوب تدخل على التشانل اللي مكتوبة على البلاي لست يعني قائمة التشغيل اللي يشوف مكتوب عليها كومبيوتر اركي تكتر واضح اللي حسن سو طلاب احنا هاي كل مرة نعيدهن سووا خروج تسجيل خروج وتسجيل دخول من المرة ثانية واختار الخيار الثاني اوكي مرتضى علي واضح سواء الجواب مرتضى علي مرتضى علي كامل شنو لا شوف تروح للقناة اليوتيوب طلعت عندك هس قناة اليوتيوب شوف هاي أنا طالع ده تطلع عندك قناة اليوتيوب الطلاب الطلاب اللي ما يمهم صوت تسجل خروج ودخول اوكي ومن تسجلون خروج هس اسمي تمام ايه حسين عبد الامير طلاب بالنسبة للاسم تقدرون من خلال ايضا من تسجلون خروج ودخول يطلب خانة منعتكم للاسم تكتبون اسمكم بيها ماكو مشكلة تكتبون اسمكم بالعربي اسمك واسم ابوك كافي حتى حتى اقدر اقرأ حورا طلاب اطلعت على محاضرة اليوتيوب هذا اليوتيوب انا نزولا لرغبتكم وصراحة انا نشوفها فكرة جيدة لا بس كانت فكرة سديدة وموفقة انه على اليوتيوب لان اليوتيوب قناة تطيق يعني تقدر تقدر تأمن لك يعني اتصال عادي تفتح لك سنالات تقدر تقرأ بيها قلت العايشة يوني مصطفى مصطفى اوكي طلاب اوكي طلاب مرتضى إذا عندك مشكلة معينة نناقشها بعدين وراء بخصوص الفيديوهات أنا إن شاء الله أشرح لك إياها بعد من نكمل أوكي طلاب أوكي طلاب نبدأ على بركة الله حتى لا يضيع علينا الوقت يكون عندنا وقت كافي طلاب مثل ما تعرفون أوكي طلاب واضح كل شي طلاب هسه يامكم واضح الصوت والصورة كلكم صورة وصوت واضحة طلاب ما عدكم مشكلة بيها حربي موجود حربي حربي صادق الميساني على صادق مو يوسف بشرة وين عجب ما موجودة بشرة بشرة وزينب ساعد أعتقد نور فائق حورة واضح الصوت أوكي طلاب طلاب مني تدخلون وتخرجون يعني يطلع عندي إشعار فلازم أحيانا نتأخر أحيانا نتأخر يعني لأن ألتهي أغير أشوف الصوت أو أشوف الزمينكم تعليق أو أقرأ أحيانا فأتأخر عليكم أسكت أوكي مو مشكلة إحنا اللي ما يقدر يتعذر علي التسجيل أو غيره يعني مو مشكلة لأنني هاي الفيديو نفسها اللي أشرحها أنا دا أسجلها حاليا دا شوفون أنا حاليا أسجلها وبعدين أرفحها لكم على اليوتيوب بس ضروري تحضرون حتى يكون حضوركم راح تسئلون أسئلة يعني حتى أنتوا شنو على مستواكم هذه الأسئلة حتى زملائكم اللي ما يحضرون مثل يكونون هما يعني وكأنما تكون الدور بخلدهم هذه الأسئلة اللي أنتوا تطرحونها واضح لأن هي كثرة الأسئلة هي اللي تفهم الموضوع طلاب هسا إحنا مثل ما تعرفون إحنا شرحنا الشابتر الثامن حتى جانا على السي بيو إحنا إذا تذكرون السي بيو أخذنا الانترودكشن والجنرال رجستر وأخذنا الستاك أورجنيزيشن طبعا قبل قبل لا أكمل هواي إجتنا رسائلة بخصوص المحاضرة المحاضرة أنا اليوم يا الله عدلت عليها المحاضرة السابقة هي كانت نفسها هي واضح فاليوم إن شاء الله راح أرفع لكم المحاضرة من جديد اللي راح نشتغل عليها بس ما أعرف بعض الطلاب سئله وقالوا أريد نفس المحاضرة اللي تشرع عليها ويمكن قصدهم الله أعلم المحاضرة اللي أأشر عليها لو يمكن يجوز قصدهم هذه الورقة اللي أكتب عليها ما أعرف عموما بالنسبة لهذه الورقة اللي إذا أكتب عليها هذا يسمون الوايت بورت عندي بالمايكروسوف بالوندوز إذا تريدون هميا أن أنزلها مو مشكلة أشوف طريقة يعني إشلون تتنزل وهم أرفق لكم إياها يعني خلأ أشوف كPDF أو هي ما دام المحاضرة طبعا مسجلة فهو هذا شي جيد فطلاب إحنا بالإنتروديكشن حجينا على السي بيو بصورة عامة يعني شنو السي بيو تعريف عن السي بيو ومصطلحات مثل الكور ديو الدول كور ذن شنو المصطلحات هذا موجود طبعا آني كات وهذا كشرح بالجنرال رجستر اورغنازيشن إذا تذكرون كان مضمون أخذنا التركيب مال الملتبلكسرات والرجسترات واشتغلنا شلون كنترول وورد مثل R1 زائد R2 خليلياها بال R4 اوكي هذا كان إذا تذكرون مضمون الجنرال رجستر شون نسوي وكأنما كمان بص بعدين بالستاك اورغنازيشن شرحنا أكو تفصيلة فاتتنا بالستاك اورغنازيشن أكو تفصيلة فاتتنا إيستاذ اللي تأشرت عليها اوكي استاذ زينب ايستاذ اللي تأشر عليها قصدك يعني هاي الورد نفسها هنانا مو هذي تصير عليها شخابي صراحة لو قصدك الوايت بورد هاي الوايت بورد اللي أشرح بيها هذي قصدك هذي قصدك اذا هذي قل اي واذا لا قل لا حتى معناها عارف الورد مصطفى سعد اوكي يعني قصدك الورد اوكي مو مشكلة انا اشوف الطريقة انو احفظها لان انا صراحة ما اريد احفظها بالشخاب لان هي شخابيط هاي يعني هسا مثل هاي ما ما تفيد كم مو كل شخابيط المهم وبعد اخذنا الانستركشن فورمات اذا تتذكرون اخذنا تايب التايبات البي تايب 3 تايب 2 تايب 1 و تايب 0 وبعدين اخذنا الادريسنج مود وعرفنا الادريسنج عدنا immediate عدنا direct وعدنا memory وعدنا طبعا ال indirect و طبعا memory direct وmemory indirect وعدنا register وعدنا relative وعدنا index وعدنا auto increment auto decrement اوكي فذولا كلهم احنا اخذناهم طبعا الرجسترات واخذنا شرح عليهم وموجود الفيديوهات عليهم بعد ذلك اخذنا data transfer شون نسوي من write وال read وهالسوالف اليوم ان شاء الله راح نشرح على موضوع الاستاك اكو تفصيلة بقت ما غطيناها اريد نغطيها تفصيلة بسيطة ونشرح على موضوع اسمه program control ونشرح على risk والcisk اكو مقارنة طبعا ذاكرها مسبقا بس ما كانت موجودة فخلينا نبدأ اول ما نبدأ بالrisk والcisk اوكي الريسك والcisk الريسك والcisk طلاب قلت لكم اللي اريد امنعدكم هو الريسك والcisk بمقارنة مقارنة هاي هنا راح اكتبكم اياها انا طبعا risk بس معناه versus يعني مقابل sisk النقاط اتحفظون شنو ميزات الريسك اوكي فراح انا اجيبهم واخليهم لكم اهنانا ذن الريسك وجو السيسك السيسك اوكي هذا السيسك احنا حتنا عليها انذن طبعا مسبقا بس لا بأس يعني هالسهم عجتهم وخليتهم وانكم والصراح انطي حفظ حتى يحفظها لان المرة السابقة ما حفظ هاي نقاط سبع نقاط تتحفظوها بالنسبة للريسك و سبع نقاط بالنسبة للسيسك السيسك ما انطبعت بشكل صحيح ما تميزت هاي السيسك اوكي كانت رسالة ولا واحد ادخل اوكي زين طلاب اليوم اللي راح نحكي عليه الاستاك اكو موضوع ما غطينا طلاب شو الموضوع اللي ما غطينا هذا الموضوع بسيط هو مو موضوع صعب شوفوا طلاب طبعا طبعا مبدعيا ارجع نرجع الموضوع اللي دائما انا اقل لكم الميموري حسب فان نيومان فان نيومان قسمها الى جزء الرئيسي يعني جزء خلاه للبروغرام او اسميه السيت واجزء خلاه للداتا وجزء من الداتا خلاه المكان سماء الاستاك واضح طبعا هذا يأشر المؤشر مالي اللي يأشر عليه الداتا يأشر من خلال شيء اسمه بروغرام كاونتا والداتا يأشر من خلال رجستر اسمه داتا رجستر اوكي ادريس داتا رجستر وهذا يأشر من خلال استاك بوينتر اوكي تلات رجستر دولة اللي يتحكمون عدنا بال ماموري بعملية الادريس بالماموري احنا بالاستاك الاستاك شبي طلاب حسب الاستاك اللي موجود عدنا بالمحاضرة المودي الهذا شوفو هذا العنوان اللي بمحاضرتكم اسمه ثمانية ثلاثة استاك ارغانيزايشن هذا يتكون يقول الممو الدزاين اللي فارضة هنانا يتكون يتكون عدنا هذا الدزاين من اربعة وستين اربعة وستين سكستي فور ويردز شنو قصدة يعني هاي الماموري استاك ماموري شنو قصدة يعني قصدة طلاب عدنا ماموري هذي الماموري تبدي من الادرس تبدي من موقع صفر وتنتهي بالموقع اشقيد اذا هنه اربعة وستين ثلاثة وستين سكستي ثري وذارت امثله بالبايناري شلون امثل ستة واربعين حالة اذا قلت اثنين وستة تساوي انه اربعة وستين يعني كم بيت راح يكون بالبايناري صفرين اربعة ستة وهذا اخر عنوان واحد 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 طيب الاستاك هذي هذا الجزء شوفوه بالاسود طلاب هذا الجزء بالاسود تتباوعون الهذا الجزء اللي اسمه هنا ستاك هذا جزء من هذا الجزء يعني هاي الميموري اللي بيها اربعة وستين لوكيشن كل لوكيشن هنا طبعا هو ما محدد كاتب وورد قد تكون الورد قد تكون بايت يعني ثمانية بتات او قد تكون سيكستين بيت او قد تكون ثيرتي تو بيت او احتمال سيكستي فور بيت تعتمد او كي طلاب لكن هذا الجزء شوفوا هذا انا اخذت لكم وكأنما هذا الجزء من هذا المكان اخذته اللي بالدائرة الزرق وكبرته هنا سميت الجزء الميموري الاستاك ميموري شا ريد نعرف من الاستاك ميموري اريد اعرف الاستاك ميموري شلون يشتغل الاستاك ميموري طلاب هذا موقع الصفر دائما الاستاك ميموري يجي بالبوش يخلي بالصفر مثل ما تذكرون لما شرح نالكم بالريفيرس البوش اللي بعدها لللي بعده وهكذا يستمر لكن هذا العملية من اريد اصمم هاردوير هذا مرتبط مرتبط برجسترين رجستر اسمه فول ورجستر رجسترين عندي رجستر اسمه فول ورجستر اسمه امتي واضح طلاب اول ما يبدي اذا اراد الاستاك يبدي يشتغل هو بعنوان بعنوان اسمه هسه بيا موقع مثل ما تشوفون الاستاك بوينتر احنا بايش قلنا باعولي بايش قلنا الاستاك تأشر شا اسمه الرجستر هذا رجستر اسمه استاك بوينتر والرجستر اللي يأشر على داتا اسمه الرجستر والرجستر اللي يأشر على جزء البرنامج بروغ رام كاونتر طبعا هذا داتا رجستر خليني اشوف شنو السؤال اللي اتزمي لكم اوكي مو مشكلة مهدي السعد من جل اوكي طلاب اللي يدخل ما يحتاج يكتب اسمه بعدين اوكي طلاب اهنان حتى اريد املي انا شكم موقع طلاب هنا عندي 64 location لكن انا مثل ما تعرفون من اريد اكتب لازم اكون اخلي بالي مفهوما المفهوم الاول انه انا من اريد اكتب لازم عندي مجال فارغ اكتب بي يعني بعدني ما مستنفذ المكان والشي الثاني لازم انا من اكتب الاستاك عنده مجال اكتب بي يعني احتمال مرات يقبط الاستاك يوصل للنهاية فاني ما عندي مجال اكتب لكن احتمال شنو يقلي يقلي مثل اسحب ما احتاج فر فالاستاك بوينتر شوفوا هذا العنوان اش قد بالبداية راح يأشر صفر اوكي وهناش عندي عند الفول انا عندي ريجستر اسمه الفول هذا الفول من يوصل اللي هنا للعنوان اللي هو 63 زين راح يأشر الفول فاذا كان عندي الفول مأشر هذا الفول ريجستر صفر الفول ريجستر يعني شنو اذا كان واحد معناه فول يعني متروس الاستاك مقبط واذا كان صفر معناه شنو معناه فارغ اوكي الامتي هنان ايش عندي اذا كان واحد معناه فارغ واذا كان صفر معناه متروس واضح انا طبعا دا استخدم اللهجة العامية بالمناسبة حتى يعني نشيل التكلف استاذ الصوت متقدم عندي هواي عن الصورة والله يعني صراحة هاي مشاكل تقنية تدري بها خارج عن ارادتي يعني بس انا احاول احكي على كيف اوكي استاذ عيد الخطوة الاخيرة شوفوا طلاب انا من اريد اشتغل بالاستاك شوف اعيدها من البداية انتبهوا اياي هذا الاستاك يبدي بالموقع صفر 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 وينتهي بالموقع واحد 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 واضح 63 لكن انا من ابدي اريد اخلي اول موقع الاستاك بوينتر المؤشر دائما وين يأشر يأشر على اول موقع عندي فاول موقع بعدني وكأنه اريد الاستاك فارغ اردم لي هستوني فش عندي الاستاك بوينتر يساوي لنا صفر اوكي لكن قبل لا اجيب القيمة شوفوا هاي القيمة مثلا هاي اي بي سكستين هاي القيمة اريد انقلها للاستاك اللي هنا هاي القيمة قبل انقلها طلاب لازم اشيك هل الاستاك هذا فارغ ام غير فارغ شلون اشيك اول شي انا من اريد اعبي اول شي انا اذا كان بالاستاك بوينتر عندي صفر اشوف عندي ريجسترين مهمات ريجستر اسمه فول وريجستر اسمه امتي اذا الفول كان واحد كل واحد ياخذ واحد وزيرو وان زيرو هذا اذا كان واحد الفول معناه متروس اذا كان عفو اذا كان واحد اذا كان زيرو فار اوكي الامتي اذا كان واحد معناه فار واذا كان صفر معناه متروس واضح طيب فاني اش اسوي هسه انا عندي ريجسترين اول حالة بعدني بالموقع صفر يا ادرس اشيك يا 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 فلاق اشيك اشيك فلاق الامتي لو فلاق الفول اشيك فلاق الفول اذا كان الستاك بوينتر صفر والفول عندي يساوي صفر يعني شنو طلاب يعني انا بالموقع بالبداية والستاك عندي والمؤشر ما محملة باي قيمة الستاك لحد الان مواصل للنهاية اوكي ش اسوي الامتي افلاق اخلي واحد وراها ش اسوي طلاب اقول الاس بي الستاك بوينتر زائد واحد خلي لي بالستاك بوينتر اوكي وش خلي لي المحتويات اللي اللي تأشر عليها المحتويات اللي هي مثلا بال اس بي او خلي هاي العملية بوش المحتويات اللي بال دي آر هذا دي آر شوفوا هذا دي آر جسا جيب ها وين خليها خلي ليها بالمحتوى اللي هو اس بي اوكي طبعا طلاب اهنان احنا بالحقيقة هذا ما كان بالعنوان صفر هذا بالبداية كان بالعنوان اهنان الاس بي كان بالعنوان 63 اوكي فشيكته انا رديت اخلي قيمة اضافية زيان يعني مثلا افرضوها شلون يعني 63 وين يحول 63 يرجع اللي هنا بس هذا طبعا شلون يرجع ما يرجع هي شي يرجع من عن طريق اذا ذكرون الاس تاك شلون نفرغه هكو اعاز اسمه بوب نسو بوب 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 يرجع هسه راح نشوف طبعا يشرح البوب فهس احنا احنا شصار لدينا يقول اول شي خلي نقدم هاي الخطوة حتى توضح اول شي تشيكت انا تشيكت الاستاك بوينتر على العنوان صفر عنوان صفر 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 اوكي والفلاك اللي اسمه فول بقيمة صفر يعني ما عندي يعني لحد الان ما ما لي اي قيمة طلاب شوفوه فارغ هذا الاستاك عدي فارغ ما مملي بي اي قيمة اذا شنو شتسوي اول ما تخلي امبتي الفلاك الثاني اللي اسمه امبتي خليلي بي واحد حتى شنو يعني اذا عندي واحد وصفر معناه انت بمكانك تملي هسش اش اسوي المعلومات اللي موجودة بال بال دي اار بالرجستر ال دي اار اللي هو هذا ال دي اار ودي لي ها بال ستاك بوينت في الميموري لوكيشن الخاصة بالستاك اللي مؤشر بها بالستاك بوينتر بعدين بنفس الوقت خليه اشر على العنوان الجديد هذا اخذناك بالبوليش اذا اذكرون فاست من اسوها من انفذها هاي الحالة شراح يصير راح ينتقل عندي ال A B 16 طبعا ذولا بالهكسة اوكي بالهكسة وبنفس وصلت افرضه للعنوان واحد 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 اللي هو هذا جد العنوان هذا العنوان هي قابل قيمة 63 بالبايناري لكن بما انه احنا من الصفر باديين معناها قابل قيمة 64 يعني 64 عنوان لان هذا 62 هي 64 اهنان طلاب الاستاك بوينتر اش قد اشار عندي الاستاك بوينتر اشار لال63 تمام طيب الفول اش عندي بعدة الفول بعدة مقشر عالصفر يعني بعدة يقول ما ملتلي وال ام تي علي من مقشر هذا الفول وهذا ال ام تي يعني الفارغ وال ام تي مقشر عالفران الفول هسه طلاب هو يدور بهالفلك من انا يصعد اللهنان اوكي هذا الحيز ما له اذا اراد يجمع يرجع اللهنان يعني وكأن ما يصفر من جديد فهو واصل لل63 راد يضيف قيمة جديدة اجاء عاز بوش فش سوى قال اس بي تساوي ان اس بي زائد واحد زين هو زائد واحد معناها وان رجع معناها رجع للصفر اوكي يعني الاس بي صار بالصفر اشر بالصفر زين هو هنا من اشر بالصفر والطلاب ايش عند الفول الفول جاي يقشر صفر الفول هنا بهاي الحالة انقلب من الصفر للواحد لان وصل للمكان الفول تشوفون وصل للنهاية فاش راح يسوي زين من وصل اللي هنا من صار الفول واحد من وصل للنهاية ما من بدأ يزداد هنا 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 من وصل اللي هنا رأسا هذا الفول رجستر انقلب واحد زين رادي يعبي قيمة جديدة من رادي يعبي قيمة جديدة شاية اضاف اشتغل هاي الخطوة صار اصب زاعد واحد اللي هي اشقص صار تلاثة وستين بس هو تلاثة وستين نهايته ما يقدر يروح يعني ما يصير ما يصير يصير اربعة وستين لازم يرجع للصفر زين هو من رجع للصفر راد يرجع للصفر بس ش تفاجأ انه بعد فول معناه هو ما مفر فش قال ما اعب القيمة اذا ش غير لازم ش سوي اخلي هذا الافلاق اقل بعد لا تستقبل قيم هذا الافلاق شي يصير يتغير الى الصفر معناه بعد لا تستقبل قيم يعني ش طلاب اللي اريد اقل للكم يعني هس واحد يقول ها يمكن لاصة علينا ها شو صارت اسهم وصار هذا يروح مننا وذاك يروح مننا اح اخ اختصرها من النهاية هذا الشرح من اريد ابدأ عبي لازم عندي فلاق فول وامتي الفول لازم عندك صفر والامتي واحد اوكي والستاك بوينتر هو يقشر على مكان صفر من يبدي عبي يبدي يطي بيانات 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 مننا بيانات مننا وصال الحد العنوان اللي هو اللوكيشن الاربعة وستين اللي هو هذا اش صار عنده طلاب اهنا بهاي الحالة الفول اشر واحد والامتي اشر صفر يعني شنو معنى معنى بعد ما اقدر استقبلاني معنى معناها بالعربي انه الاستاك قبط او انترس او امتلع واضح زين اذا امتلع العملية المعاكسة الى شنو شنو هذا لاكو سؤال لا ماكو سؤال زين هس هاذي العملية عملية لما احنا نسوي هاي سوينا بوش طبعا هو احنا قلنا محدد اخو بوش ورا بوش ورا بوش ورا بوش اربعة وستين بوش امتلع فشنو من امتلع الشرال اللي ذن المؤشر هسش راح ناخذ العملية المعاكسة اللي هو شنو البو انا هسش عندي هذا ستاك بوينتر هاذا ستاك بوينتر هس عنب يا موقع بالموقع اللي اسمه بالبايناري 63 63 واللي هو يا موقع بما انه انا قلت لكم نعده من الصفر من الصفر صفر 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 ل63 منتج ما حمش قد يعني 64 64 location طبعا هذا موقع الصفر صفر صفر واضح زيان طلعه هاني هسا وين وصلت قلنا من تعب الملئ وصل للعنوان 63 اللي هو 64 location الفول اش 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 عندي واحد والام ت اش 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 عندي من وصل للفول الام ت اش اش واحد الام ت عفو اش صفر والفول اش واحد هس اش راح اش اش راح اخذ pope ابدأ عمليات pope هس انا مو بالعنوان اللي هو 63 من اس وي pope شنو عملية ال pope شنو ال stack pointer نقصها واحد وخلي ليها بال stack pointer يعني 63 نقص واحد خلي ليها 63 وانقل من الميموري انقل من هذا العنوان المن لل data register لأن احنا دائما عندنا data register هذا عبارة عن register وسطي ننقل للمعلومات راح نستمر بالpub نستمر بالpub اذا انا كل مرة كل ما استمر يعني هاي اول مرة صار ايج قد عندي ال stack pointer صار عندي خليه بالsp هنا صار 62 ثاني مرة صار 61 استمرنا طلاب لما ننقص ننقص وين وصلنا وصلنا ال stack pointer صار صفر زين اذا ال stack pointer صار صفر وش عندي اني وعندي الفول اني الفول شو مقشر بقت اني بس اتحركت من مكان الفول شوفوا طلاب بس اطبل هالمكان الفول يصير واحد معناها امتليت بس انتقل من هالمكان الفول يحول من الواحد الى الصفر فاني هنانا لما وصلت الى هنانا الفول صار عندي صفر زين يعني معناه اني ما ممتلي هنانا جاي يقول المؤشر يقول ال stack الحاسبة الحاسبة تفتهمة تقول ال stack pointer مؤشر على المكان صفر وهو فارغ ما ممتلي اذا هو شي شي يخلي السيقنال يخلي ال empty register ال empty flag عفو يصير واحد معناه شي يقول يقول يا ابا ترآني فرغت للصفر يعني طلاب ملخص كلامي هذا ال stack واضح من ابدي املي املي بال push بعمليات ال push 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 راح يوصل للمكان بالنهاية اللي هو انوانه 63 اوكي ش راح يصير عنده هنا الفول flag يصير واحد وال empty flag يصير صفر معناها امتلئ من يصير واحد معناها امتلئ وهذا معناها صفر معناها غير فارغ اوكي معناها الممتلئ هي نفس الكلمة غير فارغ اوكي هاي شلون احنا منين بدينا طبعا بدينا لما كان الافلاق اهنانا كان بالبداية الافلاق واحد وهنانا الفول صفر يعني اهنا كان بالبداية فارغ وهنا يقول غير متوس أوكي هذا بالبوش زين من انترس عندي الستاك هاي الستاك من انترس عندي وراها بديت أفرقها بيش بديت أفرقها بعمليات بوب بوب ورا بوب البوب شي يسوي هذا شكان يسوي هنانا كان يخلي الستاك بوينتر يجمع وياه واحد ستاك بوينتر زائد واحد وتسعد العملية يعني لو فرضنا بأول حالة صفر الستاك بوينتر خلي اخذ قلم هذا صفر زائد واحد صارت واحد أشر على الموقع واحد هذا كان صفر هذا واحد استمر الحد ما وصل اش قصار بيها مثل اثنين وستين اثنين وستين زائد واحد اللي هو ثلاثة وستين اللي هو آخر هاي هي اشر عندي هاي الحالة اوكي بالبداية لاحظوا شكانت عندي هاي الحالة من وصل للنهاية قبط لهذا المكان انترس هسه بديت اريد افرغي الستاك من ردت افرغي استخدمت اعاز البوب البوب شي يسوي يقول الستاك بوينتر نقص من عنده واحد وخليه بالستاك بوينتر يعني أنا لما انكنت بالموقع 63 انقص من عنده واحد اللي هو هذا الموقع 63 ليش 63 لان احنا هاي النموذج اللي ما اخذينا بالكتاب يتكون الذاكرة اللي مخصصة للستاك 64 لوكيشن اش قد صار هسه 62 هذا باول بوب سويت بوب هاي الاول بوب اوكي استمر البوب الثاني استمر سويت بوب مثلا نفرض لل63 بوب اوكي 63 بوب بال63 اش صار عندي الستاك بوينتر كان واصل انا دائما اقول استاك بوينتر ناقص واحد خليه بالستاك بوينتر انا وصلت للواحد ناقص واحد صفر اوكي يعني وين اشار اللي هنا من اشارت هنا صفر احنا اش قلنا قلنا الفول من يبدي ينزل اهنا من بهاي الخطوة من بدأ ينزل الفول شبيه الفول مو كان واحد انقلاب صفر والأمتي كان صفر اوكي من بدينا ننزل ننزل لقى الفول صفر اوكي والستاك بوينتر استاك بوينتر صفر والفول ريجستر صفر اش قال 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 الامتي اذا يساوي واحد معناها انا فرغت الاستاك فرغت كأنما من جدة وجديد اجاني اوكي خلي نشوف شنو السؤال استاذ عيد الخطوة الاخيرة الفول دائما صفر لا شوف حربي شوفوا طلاب اول ما ابدي املي انا مو بالموقع اهنان هذا الموقع صفر بعدني بالموقع صفر شن بعدني كل شي ما محمل ذاكرة مالتي هذا صفر اش عندي الاستاك بوينتر صفر بها الحالة بها الحالة بها الحالة اذا الاستاك بوينتر صفر والفول هنا بهاي الحالة صفر يقرأ الفول صفر اذا انزل لي جوه مجرد ما انزل لي جوه هذا مو 63 مجرد ما اذا نزل الاستاك بوينتر لي جوه خطوة وحده شي صفر الفول يتغير الفلاق ماله يصير صفر اوكي اذا انا اش اريدك تفهم اريدك من هو متروس الفلاق من هو واصل الاخر مكان طلاب الفول يقشر واحد والامتي يقشر صفر واضح لما نيوصل هالمكان هاي اول حالة الحالة الثانية لما ناني بالمكان الصفر طبعا هذا شنو ستاك بوينتر طلاب اللي يقشر لما الستاك بوينتر بالمكان صفر 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 هذا بالمكان واحد 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 زين اش عندي انا الفول يساوي لنا صفر والامتي شبيه الامتي الامتي يساوي لنا واحد واضح يعني انا اول ما اريد اعبي طلاب اول ما اريد ادخل معلومات بهاي الحالة لازم عندي الستاك ما مملي ما واصل للنهاية وبنفس الوقت ما معناه هذا معناه الفول معناه واصل يعني باللهجة العامية الفاصية يعني الدارجة انتو اعتبروه مثلا برميل مال طحين مثلا واجيب اعبي فوق اعبدي الفول معناها وصل احنا بالعامية الحلقة من يوصل الحلقة يعني وكأنما بعد ما عندك مجال الفول اعتبره قبق صار قبق اش قد اشر اشر على الواحد من وصل للحليق اشر على الواحد بس اجا واحد رات يطلب من عندك طلب من عندك كيلو مثل نزلت بالمؤشر اش صار الفول صار القبق وكأن ما شلت القبق من اجا واحد بدي يطلب من عندك شلت القبق اضطرت تفتح القبق اوكي فصارت من واحد الى سفر افتهمها هيت شي هالسان يعني هيت خلي هذا التشبيه الى حتى تفتهم هالساب هالمرحلة بها الوضعية وطبعا هذا الامت يقرأ صفر وراح يستمر يستمر شوف هذا التنقيط يستمر ينزل ينزل الستاك بوينتر الحاد طبعا اش قد عندي الفول باقي صفر الحاد ما وصلت بالستاك بوينتر للصفر من يصير عندي الستاك بوينتر صفر ارجع شا سوي اخلي الرجستر الافلاق الثاني اللي اسمه امتي اخليه واحد ما معناه شنو ما معناه افرض انت هذا البرميل مرة تخلي بي طحين مرة تخلي بي مثلا مثلا تخلي بي حنطة اوكي فانت وينت تخلي حنطة معقولة تخلي الحنطة والطحين سوى ما يصير دولة اجناس هم مختلفة فانت ش تسوي لازم من تخلي من تريد تخلي محصول ثاني او مكون ثاني لازم هو واصل وين للنهاية يعني وكأن ما مصفر فمن علامة التصفير شنو علامة التصفير يعني انه واصل للأسفل للقاع والفول صفر والأمتي واحد وعلامة الترس شنو الفول واحد والصفر أمتي يعني تروث تايبر خلنا أسويكم فول أمتي اوكي اذا هذا واحد وهذا صفر معناه واصل للقمة اذا هذا صفر وهذا واحد معناه واصل للقاع الحالتين اللي يبقى صفر صفر واحد واحد معناه أما يصعد أو ينزل واضح شنو السؤال بلا خلينا نشوف السؤال فول دائما صفر للصفر أستاذ يعني بالامتحان نسوي بس 64 شوفوا طلاب أستاذ خليني هذه أوسحها أستاذ يعني بالامتحان نسوي بس 64 مرة وبعد هنبدي لا شوف اللي يميلك memo فإحنا شنسوي بالامتحان أقل لك مثلا أنطيني المحتوى الريجسترات الخاصة بالميموري لستاك زيان أنت لازم شنو عارف شنو عندك الفلاقات عندك فلاق اسمه empty وستاك وفلاق ثاني اسمه full فتقل لي منيوصل للنهاية للموقع 64 راح تقل لي الفول واحد والأم تي صفر واضح مامو زيان زيان الخلاصة طلاب الاستاك من يملي الفول يصير واحد والأم تي صفر أرجع صفر أنقص واحد واحد أحسنت محمد قاسم شوفوا يعني مثل ما زميلكم مثل ما زميلكم افتهم هزميلكم أنه أظل من ينملي الاستاك راح يأشر عندي الفول واحد والأم تي زيان زيان ومن يفرغ يوصل للنهاية راح يكون الفول صفر والأم تي واحد يصير صفر بوب والفول مصطفى سعد يصير صفر شنو يصير صفر بوب والواحد فول البوش يعني استاذ شوف طلاب هو شنو فعدت هزا واحد يسأل يقول استاذ شنو هزا حاسبة مين تريد تسوي تقدم على عمل معين شو تسوي تتسوي بتسوي بعض الإجراءات لتتتتha يعني طلاب انت هزا كطالب مين تريد تطلع من البيت تتوكل مثلا للدوام تتوكل عمل معين اول شي شنو تشيكه اول شي مثلا ان تشيك المحفظة لازم المحفظة لان ضرورية الفلوس ضرورية ثاني شي ان تشيكه التليفون ثالث شي انا اشيك اذا المعاملة مالتي مثلا عندي اراجع في شغلة معينة مثلا انا طالب احتاج انا كطالب لازم اخلي عندي محاضراتي وياي قلنوية فهذه يعني انا هسا الفل والامتي احنا جاي نسوي طلاب احنا مرة نشرح الموضوع بشكل ساطحي مرة الموضوع يعني مثلا شنون هسا انت مثلا واحد يسئلك يقول لك يعني شن الهندسة الكهربائية تقول له الهندسة الكهربائية تختص مثلا بالامور مثلا شنون تختص بمحطات توليد تختص تختص بعمل اجهزة السيطرة تختص بعملية مثل منظومات الكترونية هذا لما نكون بالعموم لكن مرة يجي وياك زميل اليك مهندس كهرباء يقول لك انت شنو اختصاصك تقول له انا مثلا اختصاصي باور انت ترجع لزميلك تقول له وانت يقول لك انا كهرباء اختصاصي مثلا الكتروني راح تبدون هنا تدخلون المستوى ثاني عميق من المناقشة راح انت تقول له مثلا انا عملي كباور عملي على محطات التوليد عملي شلون تنقل القدرة الكهربائية الفولتية عالية وكذا فيعني شنو قصدي انا احنا بالبداية شرحنا الاستاك اذا تذكرون بطريقة الريفيرس بوليش نوكيشن شرحنا الاستاك مبدع عمله بعدين طبينا شوية بالاستاك هس اليوم انا طبيت شوية بالاستاك يعني طبيت التفاصيل ادق طبعا هو الاستاك اش اسمه لايفو لاست ان فيس اوك يعني احنا ذيك المرة شرحنا قلنا فقط هي شي وكل ما يجي الاس بي والاس بي يزداد واسوي بوش صحيح هذا مبدع ومن اريد اخرج الاس بي راح ينقص واسوي بوب تمام صحيح هذا الكلام اللي حتناه كله صحيح لكن اليوم اش سوينا اليوم ردنا ردنا يشوفكم فتشي انو الحاسبة من تشتغل اكو عدها فلاقات تشتغل عليها مثل فيما يخص احنا اليوم نحكي عليها من على الاستاك ميموري اوكي فعدها هاي الاستاقات هاي الفلاقات الفول والامتي اوكي من ينملي من هو مملي الفول واحد والامتي صفر من هو فارغ بعدها ما عندي اي قيمة بي فارغ الامتي واحد والفول صفر اوكي بقى شنش عندي بقى عندي لما اني اذا كان عندي فارغ اذا كان عندي ممتلي من يبدي يتحرك للاسفل شوفوا طلاب هو هسا ممتلي من يبدي يتحرك للاسفل ينزل راح الفول يتحول صفر فيصيرون بحالة صفر صفر نفس الكلام هنا طلاب لما هو فارغ ويبدي يتحرك لي فوق مجرد ما تحرك لي فوق الفول بقى صفر والامتي بقش عنده صار تغير عنده للصفر اوكي اه العفو الامتي بقى الحالة واحد الحاد ما يوصل للصفر واضح فهاي الحالة هذا كل اللي اريده من عدكم يعني انت مثلا يجيك بالامتحان اه مثلا 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 suppose شوف هش يجيك سؤال suppose you have a stack memory مثلا شون او او اقل لك studied يعني انا اشاير لك قيل لك هاي القارنة سواء in your text books in your you have been exposed to through your study يعني اللي مرت عليك بالدراسة زيان شا اقل لك شو 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 the content of the related flags يعني بييني المحتوى ما للإفلاقات المعنية مرات مرات يجوز اكتب لك الفول والأمتي اسماءهم الفلاقات واحتمال ما اكتبهم لان انت تعرف في الاستاك تعرف في الاستاك شنو الفلاقات اللي تتحكم بيه واحد اسمه فول واحد اسمه أمتي واضح؟ فاقل لك شنو محتويات دول الفلاقات اوكي اذا كان if stack pointer refers to the location للعنوان مثلا 63 سوري للعنوان 64 الموقع 64 اوكي فانتش راح تقلي راح تقلي فول واحد وامتي زيرو عكس هذا السؤال شنو اقلك اذا stack pointer يؤشر للصفر ش راح تقلي راح تقلي الفول الفول زيرو والامتي واحد واضح؟ هذا اللي اريده من عندك زين استاذ شنون يجي سؤال هذا قلنا سؤال بالامتحان الفول بالبوش واحد والبوب صفر مصطفى ساعد راضي الفول البوش والبوب ما عادية يعني ليصر عندك لبس ليصر عندك خلط بالموضوعين البوش والفول البوش تصعد تعبي الاستاك بوينتر يزداد لان انا يبدأ من الصفر وازداد لل63 البوب لا العملية معاكسة يبدأ الاستاك بوينتر ينزل يعني شوفوا دائما طلاب عملية البوش 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 يكون الاستاك بوينتر زائد واحد اخليه بالاستاك بوينتر لكن عملية البوب يكون الاستاك بوينتر ناقص واحد ليش طلاب يقدر واحد يجاوبني ليش ليش بالبوش ازيد الاستاك بوينتر وبالبوب اناقص الاستاك بوينتر ليش طلاب يلا محمد قاسم محمد قاسم صادق يلا سعد حربي ليش سمعتوا سؤالي قلت لكم ليش بيلبوش ليش دائما بيلبوش نقول الاس بي زائد واحد خليه بالاس بي وليش بيلبو بالبوب نقول اس بي ناقص واحد خليه بالاس بي ليش 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 يلا ليش لين ها اي هاي مو قلنا الاستاك ميموري اول لوكيشن يا لوكيشن تبدي بيه الصفر ويا لوكيشن تنتهي بيه ال 63 فاحنا بالبوش نسوي بالبوش نخلي من الصفر ونبدي نصعد ونبدي نصعد فيصير صعودنا من الصفر لاخر رقم لذلك نزيد على الاستاك بوينتر لكن بالبوب هذا البوشت لكن بالبوب احنا اصلا باخر مكان فاش نسوي نبدي نقص من عنده لحد ما نوصل للصفر اوكي هسا عرفت البوش البوش تجي زيادة اه اي حربي محمد بالثاني حتى الاول حتى تصير يصعد بوش لين بالاول يا ما شاء الله زين زين بالاول حتى ينتقل الغير العنوان زينب يصعد بوش لين بالاولى حتى تصير صفر بالثاني احسنتم احسنتم هسا هسا هذا الموضوع شرا هذا كل شوفوا طلاب احنا المحاضرة او الكتاب هذا يتناول الموضوع مثل ما تشوفون متناول الموضوع مجرد رسم هذا الرسم ومتناول الموضوع بذن العبارة يعني لكن بالشرح شوفوا الشرح احنا جد نسهب يعني نشرح نتطرق ونتدخل الامور لعن حتى تكون العملية واضح شوفوا ذن الاعازات اللي تخص البوش قلنا البوش يزيد وبعدين المحتوى ينقله للميموري وهاي لما نشرح تلكم شلون يشيق قبل لا يسوي بوش لازم يشيق هل المكان موجود لمتاح مكان يسوي بوش لو ما متاح مكان يسوي بوش نفس الكلام الهذا يشرح البوب وشلون يصير العملية البوب انقل من المكان المعني وانقص الاستاك بوش هذا طبعا الرسم قلت لكم هذا نموذج فون نيومان طلاب نموذج فون نيومان ببساطة هذا جزء يخليه للبروغرام وجزء يخليه للديتا وجزء يخليه طبعا الالستاك من ضمن الديتا لكن هما جزءين الرئيسيين بروغرام وديتا واضح هذا الريفيرس اللي حيشينا عليها جيد الادريسينج مود الدايركت طلاب الادريسينج مود قرأتوها ما عدتكم مشكلة بيها الدايركت والإندايركت وهالأمور زين اليوم هسه راح نشرح برنامج هسه عليما نشرح 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 الموضوع الجديد الموضوع الجديد شي يقول خليني أقرالكم إياه حتى من تقرونه بالمحاضرة بسلامة ما يكون عندكم مشكلة كله واضح هزداد خطوة جيد جيد طلاب البروغرام كونترول خليني بس بهالأثناء خلوني بهالأثناء أشغل لكم شي تطبيقي حتى تعرفون خليني أضيف هالأه أوكي أوكي طلاب طلاب تذكرون هذا البرنامج اللي اشتغلناه بالمختبر وهاي لما نقلنا نخلي قيمة وهالأمور تذكرونها هاي الشغلات أول محاضرة بالمختبر أخذتوها ليه لا كنس هاي الأمور تذكرونها تمام زين حسن المزمة أنزلها اليوم إن شاء الله شوفوا طلاب باعوا وياي ده تشوفون هذي تشوفون هنا نعم تشوفون هذا الترقيم تشوفون هاي وين الأورج شوفوا هسه مثلا خلأقول موف بالأي اكس مثلا واحدين ثلاثة أربعة وأطيه ران أوكي هذا البرنامج تذكرون اللي بالمختبر طبقناه إذا الذكرون اشتغلتوه بالمختبر احنا شعدنا هسه بالبرنامج طلاب شوفوا أريدكم تباوعون البرنامج هسه وين هو بعدها ما منفذ أي مكان احنا وين الستاك بوينتر الـ IP address على المية شوفوا من راح ينفذ وين يروح قرأته وين راح للمية وثلاثة شوفوا هاي القيمة البل هيكس هذا صفر وهذا ثلاثة لكن قبل التنفيذ إذا رجعنا خطوة لي وراه وضغطنا عليه شوفوا عنوانه مية لكن من نفذة شوفوا من نفذة وين راح للعنوان مية وثلاثة شنو اللي أريد أقليكم يا بهال بهال موضوع خليني بس أشوف شنو السؤال أي نذكر جيد شنو اللي أريد أقليكم يا طلا من يطبق يبدي نفذ شنو أستاذ ما أخذنا غير محاضرة وحدة تعريفة أي هي محاضرة وحدة لكن هو هذا اللي يعني شرحه بالمختبر أنه شلون البرنامج أول ما يبديد البرنامج اللي هو حسب نموذج فون نيومان جزء يخذنا للكود مسؤول عننا الانستركشن بوينتر أوكي وجزء يكون مسؤول عننا مثل الداة سيجمنت واللي غيرها والبروستر المساعد اللي ويع داتا سيجمنت أو ستاك سيجمنت أو اكسترا سيجمنت المهم هسا احنا مو يعني مو بصدد نشرح هذا التفصيل لأن هذه التفصيل تخص المختبر وتحديدا ال 80 86 مايكرو بروسسر 80 86 أو 80 85 أوكي اللي همني شنو طلاب اللي همني أنه أنا كتابت مثلا بالمايكرو بروسسر برنامج موذ لل AX مثلا 1970 بالهكسة مثلا بعدين قتلى موذ لل BX لل BX مثلا مثلا 1400 هكسة واضح بعدين قتلى طلاب قتلى فتشي مثلا قتلى أحمد وكتبت نقطين وبعدين اجي قتلى مثلا طبعا هنا لل CX خلي نقول موذ خليني أكتب موذ لل CX مثلا 5 هكسة بعدين اجي قتلى قتلى أحمد أو علي علي نقطين اجي قتلى قتلى مال ال بي اكس أوكي وش قتلى جوا لوب علي وبعدين قتلى مثل موذ ال بي اكس لل دي اكس شنو طلاب هذا اللي راح يصير استاذ نزل بعض الأسئلة عن الكلاس روم ما يخالف حرب تدلل ان شاء الله نزل لكم طلاب بس اطلوني مجال وان شاء الله انا اكيد ما راح نزل لكم هوم ووركات بس اطلوني مجال ان شاء الله انا صراحة تعرفون اكون عندي طلاب العلوم للأسف مو كلهم دا يتفعلون بالكلاس يعني هسا اعتقد كل الحضور طلاب اكوا واحد من عدكم علوم حاسوب مرحلة ثالثة لو كلكم هندسة منو هنا اذا اكوا واحد علوم حاسوب يقول اني ما احد موجود علوم حاسوب شوفوا فعندي بقية تعرفون انا هم زملاء اكوا غيركم وياكم زيان منو اكوا طالب شو اشعر عندي لا ما اكوا اي طالب اوكي زيان فطلاب احنا الذاكرة انا اش قلت لكم هسا قبل شوية على نموذج فون يوما جزء محدد للبروغرام وجزء محدد للديتا يعني شنو معنى طلاب هسا بالنسبة هاي هاي الالف وتسعمية وسبعين الديتا طبعا الاسم الثاني اوبرانت والبروغرام الاسم الثاني الها واضح زيان ابنمو لجفون نيومان طلاب يقول البروغرام خزنا بالجزء من الذاكرة جزء معين والداتا خزنا بالجزء يعني شنو طلاب هذا الكلام يعني مثل موف اي اكس انخزنة وين انخزنة هنانا ليش لان انستراكشن لكن الالف وتسعمية وين انخزنة هاي الالف وتسعمية وسبعين انخزنة مثل هنانا او مثل لو كان عندي موف ال اي اكس موف موف للا اي اكس بي اكس تمام هذا الانستراكشن الى عنوان هنا يتخزن لكن الابران دات هاي وين المعاملات احسنتم هذا راح نلقاه بال اي اكس وهذا راح نلقاه بال بي اكس ما اريد اشتت الموضوع عليكم البرنامج مثل هذا البرنامج شبيهن هانا خلينا نقول هذا يبدي بالعنوان مثلا مية مثلا خلينا نقول هذا يتحرك البرنامج خطوطين خطوطين هناج قصار احسنتم مية واثنية احناج قصار مية واربعة مثلا احناط لا بيش قصار لما نوصل العلي احناج قصار مية وستة لو ممكن شي ثاني شي آخر شو تقولون فكروني انا عندي هسا برنامج مثل ما تشوفون الانستراكشن ماشي بالطبيعي مش الحد ما وصل العلي طبعا هنا لوب يكتب لوب لوب علي مثل ما تشوفون بالبداية بدأ بالمية اوكي مية واثنية مية واربعة مية وستة من وصل العلي مية وستة لو شي ثاني شو تقولون خلينا نشوف شو نجاب شي آخر احسن سعد منجل يقول مية وستة بشرة نعم بشرة وين بشرة وين جيت التحق تمت اخر اوكي ارفعها المحاضرة بشرة محمد قاسم يقول شي ثاني احسنت محمد ليش طلاب هنا شي ثاني طلاب هذا الانستراكشن شوفو هذا بالحقيقة بحذة علي قلوب علي اوكي هذا الجزء عملية ثانية مختلفة عن اللي قبلها هذا احنا شنسميها طلاب بلغات البرمجة العادية اللي مثل c++ visual basic python java اي لغة برمجة ما تلا نسميها function واضح شنسميها function function شنو معناها طلاب شنو معناه function اوكي مو مشكلة الفانكشن شنو معناها طلاب الفانكشن معناها اني برنامجي دا يشتغل بوتيرة معينة بادي بنسق معين يعني اني مثلا 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 اطيكم هذا المثال واني دائما طلاب اضرب لكم المثال الامثلة تضرب من باب التوضيح واضح مو من باب يعني الامثلة قد لا تكون واقعية وقد لا تكون ملائمة للتشبيه لكن هي بها نوع بسيط من التشبيه مثلا انت واقف انت واقفين خلينا ناخذ هالأيام نسمع اكو صايرة ازمة تريد تصير ازمة من بالبانزين بالبانزين خلينا نفرض انتوا واقفين بسرة هذه المحطة هذا الهوز اوكي هذا اللي يوزع بانزين اوكي اوكي وهنا هاي السيارات اوكي هاي السيارات طابقة هاي بعيدة شوية هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي اهنانش عدنا عدنا راح ارسمي لكم بالاحمر هذا بالاحمر محل مثلا هنا حلويات يبيع اه يبيع فلافل بعد هو محل البوزر الشي هذا هذا عامل هذا العامل المسؤول عامل التعبئة اوكي هذا عامل التعبئة شنو شغلة طلاب شغلة يجي يراقب المفروض يعبي للسيارات يعني السيارات تجي يعبي لها اجت اول سيارة عبالها شي ثاني لان اه اه اجت اول سيارة عبالها ثاني سيارة عبالها هذا عامل طبيعي لو مو طبيعي لحد الان طبيعي زيان اجت ثالث سيارة اوكي اجت ثالث سيارة اجي يعبي له منكمل من التعباية زيان طلاب من اجه هذا ثالث واحد اجي يطيل فلوس هو مثلا البوزر شرات عشر تالاف دينار اوكي صار تفويله او صار مثلا صار عشرين الف التفويله ابو السيارة مش عايل عشرين الف اجي قد شايل خمسة وعشرين الف بهالحالة شي سو البوزر شنو اللي يسوي احسن ياخذ الخمسة وعشرين من ابو السيارة لان ابو السيارة بينما ينزل يفتح الباب وجود لابس يعني فتش داشر وشي ثقيل يتحرك البوزر شبعد هو هاي شغلته ومتحذر اخذ الخمسة وعشرين واركض به ركض على ابو المحل عداوي شونك اه عاS 25 منصرف لعلاوي ال 25 رجع اش سو انا اللي هملي هنانا منصرف لعلاوي ال 25 اجي اطل هذا 5000 من أنطل هذا الخمست آلاف لو فرضنا إجت سيارة هسه هنانا لو فرضنا بهالثنا إجت سيارة هاي الخامسة هنا البوزر تشبيه من يريد يعبي يعبي للأربعة لو يعبي للخمسة الصحيح طبعا احنا نعرف للأسف احيانا عندنا ظاهرة ما عندنا احترام للسرح لكن اخلاقيا واللي هي الصحيحة يعبي للأربعة لو للخمسة يعبي خلي نشوف شنو المداخلات خاف تكون مداخلات للأربعة ليش محمد للخمسة لازم انت ضد السرة للأربعة مرتضى صحيح ليش من الأربعة يعبي لأن هو هذا السرة مالته طيب هسه شنو اللي افتهمناه يعني شنو اللي اريد اقل للكميان من هذا المثل اللي اريد اقل للكميان انه عامل المحطة كان يشتغل بمهمة معينة اوكي الحد ما وصل بالسيارة ثلاثة هذا المكان السيارة رقم ثلاثة سببت له مشكلة ثانية يعني سببت له فدعم وظيفة بس هاي الوظيفة ممكن دائما احنا نتطرق لها شنو هاي الوظيفة اللي تصير لنا يعني هذه المسألة قد تكون تحصل لنا على طول شنو هاي المسألة مسألة الصرف اهنا خلي هذا الكلام انطبق على برنامجنا اهنا البرنامج طلاب اذا شوفون شوف هذا الموف هذا الموف الثاني الموف الثالث دولة وكأنما امور هي من ضمن البرنامج اللي اشتغله اكو شي هذا اللي انا مخططه بالازرق شوفوا اللي بالدائرة الزرقية هذا خارج نزق الشغل اللي انا اشتغله هذا لازم وين اروح المكان ثاني يعني هذا المكان الثاني انجز العمل اروح للمكان الثاني مجرد ما شفت علي راح اروح المكان ثاني هذا المكان الثاني انا ذكرتي خلي مثل تبدي بالعنوان صفر وتنتهي مثلا بالعنوان خلنا اقول الف اوكي عشرة الاف انا وين بدأ البرنامج بدأ البرنامج عندي بالمكان مية اوكي وين وصلت وصلت العلي وصلت العلي بالمية واربعة ش راح اسوي ما اروح للمية وستة لا راح اطفر لان هذا البرنامج يجوز محفوظ عندي بمكان ثاني مو بالضرورة ابد مو بنفس نسق البرنامج راح يكون بقطعة ثانية من الذاكرة قد يكون هذه القطعة الثانية عنوانها مثلا تسعة الاف اوكي فاروح اكمل انجز شغلي انا ما اعرف شو اشتغلت راح مثلا هو شوفه تمشي للمحل وصرف وكذا ما اعرف المحل قد يكون قريب بعيد لكن من رجع وين رجع رجع هو يعرف وين وصل وصل هو الانستركشن الجديد يأشر على الستة فهذا شي سمونا هاي العملية هذه العملية طلاب يسمونها بروغرام كونترول يعني شنو بروغرام كونترول احيانا البرنامج ما لي انا ماشي خطوة خطوتين عشرة عشرين لكن انا مو متسلسل بالخطوات عدي من خطوة واحد الالف وصلت العشرين بالعشرين احتاجي اتفد مسألة عنوانها بالحقيقة مو واحد وعشرين عنوانها يجوز مثل سبعين فاروح للموقع سبعين ادحفز بي يعني هذا الموقع متكون من عدة شغلات من عدة امور بداخله يعني يجوز سبعين وينتهي بالثمانين فرحت انجزت العمليات من سبعين لثمانين بس بعدين من رجعت بالثمانين ما رجعت لل للعشوائي رجعت انا وين وقفيت كملت من عدة قل اشوف شنو هذا السؤال اذا كلها تضرب السراء نمشي عن النظام يعني اسوي ورشة عمل من اجل اكمل طريق اه يعني شوف نور فايق هاي هي علاوي حسن الايميال مالها علاوي حسن يعني اشبه بهالشغلة يعني انا طلاب خلي نقول بالعامية خلي نسميها طلعت لي شغلة صفح مو الشغلة مو الشغلة اللي معتادها انا طلعت لي شغلة صفح بس هاي الشغلة صفح شنسميها احنا بلغة البرمجة فهموها هي شي بلغة البرمجة نسميها Function بالC++ بالVisual Basic بالVisual C بالBasic بالProlug كل لغات البرمجة الHigh Level اسمها C باللغة البرمجة الAssembly اللي انا شنو مثلا مقروني شنو اقرب لغة برمجة نشتغلها Assembly بالAssembly شنسميها نسميها Sub Protein اوكي وهس راح نشوف شنو معنى Sub-Routine وشنو معنى الكور خلوني هس احنا هس صارت عندنا واضحة الفكرة طلاب انه انا احيانا بالبرنامج امشي امشي بنسق بالبرنامج لكن اوصل بمرحلة من المراحل احتاج اطفر المكان ثاني انجز الشغلة ولكن من انجز لازم شنو اللي عندي لازم ارجع نفس المكان يعني ارجع للمكان اللي يكون ما اخربط به هذا شي يسمونه يسمونه program control جاي يشوفونها طالعة قدامكم هاي program control خلينا شنو شنو احتاجت ما اكو هاي المعلومات الاضافية نور فايق اعتقد هذا نور فايق هاي المعلومات الاضافية بعد بيها ميزة هذه انه تتكرر عندي على طول اوكي زين بعد شنو استاذ اذا ممكن ريسة شنو هاي استاذ اذا ممكن ريسة انما مو ما نعم استاذ اوكي هسا شنو هسا انتبهوا يعني خلينا نقرأ وبعدين هم نرجع نده يقول طلاب خلي اقرأ لكم حتى همين انتوا فاهمين الترجمة يعني لانتوا عرفون احنا الاجابة بالانجليزي فحتى الكلمات هذه بدل ما تتعبون يعني دع اترجمها لكم والترجمة الصحيحة يعني اللي تفيدنا مو ترجمة طلاب تريدون استراحة حورة زملاء بدون استراحة لان ها ريسة ريسة انا قرأتها ريسة ريسة طلاب طلاب اللي يريد يأكل خلي يأكل يعني ما مانع اللي يريد يأكل يشرب خلي يجيب اكل اويا اطيكم راح خمس دقائق فقط خمس دقائق اوكي لان انا حالي حالكم نخلي المي بصفي ونخلي اموري لا خمس دقائق نور فاير لان تجيبوا غراظكم بصفكم وقلوتكم ما راح يعني اضررون بشي انتم مفاتحين انا مفاتح مايكاتكم ولان زملائكم شوفوا عندنا رتاج وغيرة وغيرة داي يقولون ما نقدر استاذ لان احنا اذا استراحا نت راح يتأذم ونحن اذا صارت بالعشرة نت راح يكون يضعف فخمس دقائق هس واحد وثلاثين ستة وثلاثين اوكي منو عنده سؤال بها منو عنده سؤال خاف واحد عنده سؤال شي لا سعد قلنا خمس دقائق خلينا نلتزم ونحترم الوقت حتى من تأذب مسألة الانترنيت طلاب كان انا ان شاء الله راح ارفع لكم اسئلة اوكي كان بالي شنو رأيكم افتح لكم مكان مخصص تخلون ب اسئلة خاصة من عندكم تخلون اسئلة يعني انتو حسف فهمكم تصغون اسئلة بعدين انا هاي الاسئلة اشوف ها المقبولة اقل لكم هذي راح اخليها بمستودع للاسئلة ويعني ما اقل لكم مية بالمية تجي من عندها اسئلة بس يمكن اقل لكم خمسين بالمية اشقد نسبة اللي يجي من عندها يمكن يجي من عندها نسبة عشرة بالمية يمكن عشرين بالمية يمكن ثلاثين بالمية طلاب احنا عدنا مواضيع موضوع عنك كاملة وما عندي مشكلة وياك وماني والمحاضرة هاي ارفح حربي شنو شنو قصدك بعض الفكر افتح لك مايك انتظر حربي خليني افتح لك مايك اذا عندك فتش طلاب اذا الواحد يريد يسولف افتح لكم بالسرة مايك اللي يريد يسولف بس يحط اسم قبل الشي حربي صالف شنو شنو قصدك شنو 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 يعني انت تريد احنا عاني اخليكم اسئلة يعني تريد شوف طبيعة الاسئلة اوكي بعد عدك سؤال اوكي اوكي طلاب بعد منو يحب يعني يريد مثل يحط شي خاف مو الكتابة عدفت شي فت زين اذا زميلكم حربي يقول اذا امكن بعض الفكر تنزليني اياها استاذ استاذ بعد المحاضرة اريد نطلع شنو حسخ شنو مرتضع علي كامل تدون تطنعون هسا هي نكمل محاضرة وان شاء الله اخذ راحتك اوكي بعد النهي دقيقة بينما يجون زملائك حتى نكمل احنا ما عدنا شي ستة وثلاثين خليص صير ستة وثلاثين طلاب طبعا اني مقدر جهودكم وطبعا هي اكيد هو هذا لكم ان شاء الله واكيد صراحة نحنا كأوسات ذا واني تحديدا يعني والله هذا افضل جهد لكن اني ان شاء الله ما دام الجهد ولو خمسة او ستة يجون اني صراحة فرحان بهالمسألة كنا منايمين محمد قاسم اني صراحة من البارحة قبل يعني صراحة متأخر وقعدت متأخر العصر ومن العصر لحد الآن فلان هو هذا اكيد الوقت غير منظم يخلي الانسان انه ما مالته غير منظمة لكن انا اللي يهمني انه انتو اشقد نسبة فهمكم شنو اللي تحسونه بعد اقدر اساعدكم بي بان ما يجون يعني زملائكم حتى نستغل الوقت شنو اللي تشعرون بعد مرتضى ان الايميل ما لتغيرته لان ذلك طويل وخليت واحد مرتضى انت اوكي ما عندي مشكلة بتغييرك للايميل اوكي بس انت فقط بقى ما جيراننا ما قلت لهم بي على العنوان المالك لان على التليجرام دزيتلي وعلى الفايبر دزيتلي وهس هنا انا فقط بقى تقول للجيران الجيراننا يعني يبلغون لو يضيعوا بالاسم مع عمال الجامع اوكي طلاب طبعا يعني احيانا نخرج نخرج لان الضحكة والمزاح والمطلوبة بالوياكم واحنا ان شاء الله يعني انا ما عندي حواجز اه وما عندي مو من النوع اللي اخلي حواجز ويا الطلاب اه بالامور اللي لها مصلحة بالامور العلمية اكيد وبما يحفظ السياق العام والاحترام العام فاحيانا نخرج احنا ونضحك ان شاء الله يعني بمثابة اخوكم الكبير احتمال طلب اللي بالمساء يعني احتمال بعمرهم اوكي اوكي طلاب نرجع مدت نور فائق كل المحاضرات ليش مدت تنزل تنزل انتو صار عدكم يوتيوب هس هاي المحاضرة اكملها اخليها على اليوتيوب حتى ذا ما خليتها على الكلاسروم شوفي من الدخلين على اليوتيوب سوي دخول باليوزرنيم والباسورد مالتيج واختاري من عندك اكو خيار سبسكرايب او اشتراك بالعربي اشتراك واكو علامة مثل البيل علامة البيل الجرس وضغطي عليها هاي اش راح يصير عندك اول شي كل ما ارفع كل ما ارفع محاضرة راح يجيش نوتيفكيشن يعني يجيش اشعار اما عن طريق البريد او يجيش نوتيفكيشن بالتليفون اوكي فهذه المسألة خلوها ببالكم او خليها ببالك حتى حتى تكون العملية سلسل اذا ممكن بعد كل موضوع تنطينيا صيغة السؤال تدللون انا ان شاء الله مخلي ببالي اسئلة راح اخليها ان شاء الله وارفحها هذه الاسئلة راح اخليها اما اخليها على صيغة هومورغ او اخليها على صيغة اسئلة اوكي اوكي طلاب هس شنو اللي اريده احنا وان اللي وصلنا طلاب هاذا الانسترقشن فاحنا شي يقول يقول البرنامج يمشي هاذا الكلام the instruction are fetched from the consecutive memory locations and executed each time an instruction is fetched from memory the program counter is incremented so that it contains the address of the instruction and sequence after the execution of the data of that يعني طلاب مثل ما قلت لكم مو هاي المموري احنا شنسوي بالعادة يقول يقول بالعادة البرامج مخزنة عنوان ورا عنوان عنوان ورا عنوان وشنو احنا شلون نوصل الذاكرة نوصل لها بالرجستر اللي اسمه program counter وهذا ذا بالموقع مية يروح للواحد والاثنية وهكذا هسا ما عدنا مشكلة لحد الان اوكي المثال اللي حشينا قبل شوية بعدنا ما واصلي للسيارة المثلاثة اللي بيها مشكلة هسا هنا نشو جود some typical program control instructions are listed in table 8 the branch and jump instructions are used interchangeably to mean the same thing but sometimes they are used to denote different addressing modes the branch is usually a one address instruction it's written in assembly language as bradr where adr is a simple name for an address one execute when sorry when executed the branch instruction causes a transfer of the value of adr into the program counter since the program counter contains the address of the instruction to be executed the next instruction will come from location هسا راح تقولون طلاب استاذ حجيته واي شنو هذا الحجي يقول احنا بالطبيعي بالماشي مثلا انه البرنامج بالميموري مهزون شي ورشي لكن احيانا اصير مثل ما صار عندنا بالسيارة رقم 3 او مثل ما صار عندنا بالبرنامج ما انه لما انقفزنا بعلي زين احنا لما صارت القفزة عندنا يم العنوان اللي اسمه علي خليني خليني اشوف اكو واحد داز رسالة لا موكو رسالة اوكي اوكي فاحنا شنو هاي انتم الساعة مثلا كان عندنا علي وقفنا بعلي اذا الذكرون وخلينا نقطين وبعديا كتبنا لوب علي وقلنا رحنا هجز المربع اذا الذكرون رحنا قلنا نفذناه بغير مكان وشبهناه بالمثال اشبه بالمحل اللي يروح يصرف من عنده البوزارتي زين هذني ذن التوقفات شنو اللي عندنا عندنا اعازات واحد اسمه برانش هذا بي آر شوفوا برانش جم سكيب كور اه رتر رت كومبير تيس شوفوا طلاب اهنا هذي هذا النيمونيكس النيمونيكس هذا الاسم اللي انت مثل مني مر عليك لازم تعرفه بي آر معناه برانش اهنا شي يقول يقول البرنامج من يقفز من ينتقل المكان بالبرانش والجام لازم يخلي ادريس بمكانه اوكي ادريس اوكي لكن بالاسكيب يعني مثلا اقول لبرانش الهيل ادريس يعني مثلا انا خل اقول موف للاي اكس واحد نين ثلاث اربعة موف للبي اكس محتويات مثل السي اكس هناش اقول اقول برانش لل خمسمية مثلا هيكس اوكي هناش اسوي مثلا عندي مجموعة امور اشتغلها طلاب مثلا هنا موف للدي اكس بي اكس اوكي مالت مثلا مثلا دي اكس اوكي اوكي وبعدين اش اقول ر اي تي معناه ر تير هاي شنو معناه طلاب لنفرض البروغرام كاونتر كان يعد بالعنوان مثلا مية او بالعنوان خلي نسوي خلي نسوي مثلا اي مية اهناء انا بالمية اهناش قصار نفرض احنا انستراكشنين انستراكشنين تو بايت احسنتم مية واثنين اهناء اش صار طلاب مية واربعة لا اش صار طلاب اهناء انا اش قد العنوان المفروض مالي الجديد مية واربعة لكن هنا ما ينفذ المية واربعة المية واربعة بالحقيقة مثل هنا عندي موف اوكي هو هنا وصل للبرانش فاش راح يسوي طلاب اول شي يسوي هنا يقول محتويات اش قد هالثاني البروغرام كاونتر العنوان الوصل مية واربعة لان هو دائما يشر عن نيكس اوكي فهو من شاف البرانش ما خلى المية واربعة خلى المية واربعة للوراء للإعاز اللي وراء خلينا نفرض الإعاز اللي وراء مثلا اد اي اكس ويا بي اكس بس خلوا ببالكم طلاب هو الشاف هسه هنان هذا هنان هنان خليني هغير اللون راح للأسود طلاب هنا هو الشاف شنو الإعاز الشاف شاف بي ار شاف يعني إعاز من ذن الإعازات او هسه فقد شوية راح نشوف إعاز من ذن من ذن الإعازات اللي هنان واضح من شاف هذا الإعاز طلاب ش سوه قال البروغرام كاونتر مو يقشر البروغرام كاونتر يقشر على هذا المفروض على المية واربعة لأن هذا ما لعنوان هذا وين عنوانه أحسنتم الخمسمية زين إذا راح للعنوان الخمسمية ش راح يصير ش تتوقعون إذا راح للعنوان الخمسمية مباشرة راح راح ينسى العنوان المية واربعة فش يأخذ المية واربعة المحتوى اللي بالبروغرام كاونتر وين يخلي يحظ بمكان مثلا مكان مؤقت مثلا خلي نسميه هنا طبعا أكو نظريات أكو بعض العلماء يعني بعض التقنيات بعض البروسترات كانت تشتغل المكان ريجسترات خاصة اللي نفرض أكو يعني أنا خلنا أسبق الأحداث أكو ناس يقولون الأماكن خاصة وأكو ناس يقولون للميموري بداية الميموري وأكو ناس يقولون موقع ثابت بالميموري وأكو ناس يقولون ودي للإستاك وهس هذا راح نشوفه هو الأفضل طبعا لكن احنا شنو خلينا السبع نحنا احنا أول مرة نبدي نفتهم الفكرة وبعدين هذه الفكرة إذا بيها تشعبات نبدي نطرق لتشعباتها أوكي فش سو هو مو مية وأربعة هاي قال نقلها مثلا خلي أنا هس ناخذها على أبسط شي عندنا ريجستر اسمه تي تيمبراري أوكي فنقل الأدريس اللي هو مية وأربعة للتيمبراري وش سو بعد ما نقله إحنا إحنا دائما دائما الـ CPU ويا من يتعامل وهي الريجستر اللي اسمه PC أوكي نقل العنوان الخمسمية للبروغرام كاونتر أوكي وراح ينفذ راح ينفذ يطبه بهذه الخطوة لأن هاي بالخمسمية وهاي وخمسمية واثنيا وصل للريتين مثل اشتغل جد ما عسى ما وصل للعرف من وصل للريتين شنو معناها طلاب بالانجليزي ارجع هسه من يرجع لازم وين يرجع أحسنتم لازم يرجع للعنوان اللي محفوظ بالتي يعني يقول التي ارجع خلي لي بالبروغرام كاونتر يعني يرجع للمية وأربعة وكمل البرنامج مالته اذن طلاب شنو معنى كلامي ملخص كلامي ملخص كلامي انه البرنامج لما ما يمشي بنسق متسلسل يعني خلي نقول ما يمشي من الواحد للعشرة قان البرنامج حتى يكمل بي من الواحد للعشرة لكن بالستة او بالسبعة عندي قفزة هذه القفزة المكان ثاني مثلا احتمال انا اذا ذاكرت تخلي قول مثلا ذاكرتي 300 احتمال انا هذا المكان من وصلت للستة اقفز للمكان ميتين وخمسين واروح احل مجموعة امور احتمال من الميتين وخمسين المن للميتين وتسعة وتسعين بالميتين وتسعة وتسعين راح اشوف الرتاب من اجي بالريتير ما اجي ناسي وين انا وين انا وش اسوي لا راح اجي اعرف وين اكمل من ال ستة للسبعة واضح هذا اللي اللي حجيت طلاب الطلاب الحاسبة مرات تتعلق يعني خليني اقرأ يعني عود عود يعني عود ويجمع يعني عود عود ويجمع شنو محمد قاسم يعني يعني عود ما افتهم الصراحة شنو اللي تقصد محمد قاسم لكن يعني معناه يرجع روت شنو روت ريتير اي يعني من هو هذا البرنامج طلاب من يطب بالسبروتي شوفوا مو هذا السبروتين 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 البداية ما لتتكون كلمة اما برانش او تكون جامب اوكي او تكون مثلا برانش مثل او نو زيرو اوكي بس مني يكمل يطب ينفذ اكو مني يكمل ريتيرن ريت بالرتيرن راح يرجع للادرس اللي كان محفوظ اللي هو مثلا حفظه قبل لا يبدي يطبل بالتفصيل الفرعية واضح يعني يرجع يرجع للرتين يعني معنى كلمة استاذ على الروتين يعني مو اعاقة هي تصوريها فت خطوة معقدة احنا مخلينها بمكان بعيد فيروح ينفذها ويرجع اوكي يعني خطوة هي مو من ضمن المهام الطبيعية للبرنامج بشرى استاذ على الروتين يعني ارجع الروتين شوفي بشرى مو يوصل البرنامج دائما من يتنفذ يمشي خطوة ورا خطوة لاين ورا لاين من يطبل للسبروتين ومن يوصل للرتين الرتين معنى روح ارجع وين للعنوان اللي حفظته تذكرون قلت لكم يحفظه برجستر تيمبراري اللي اسمتي فمن عنده ويكمل يعني يرجع خطوة حربي مو يرجع خطوة لاتقل لي يرجع خطوة معناه افتهمك اذا هو كان مثلا بالميتين احنا بيتشنا نمشي بالمياية مية مية واثنين مية وستة بعدين قفزنا مثلا للميتين وخمسين واحتمال الآن الرتين بالميتين وثمانين فأنت من تقل لي يرجع خطوة الخطوة عدنا احنا ثنين بايت يعني ميتين وثمانين ناقص ثنين ميتين وثمانية وتسعين عفو ثمانية وسبعين هذا الكلام غلط لا مو يرجع خطوة يرجع للمكان اللي حفظه واضح للمكان اللي حفظه هذا المعنى مو يرجع للخطوة للخلف طيب خلينا نشوف موضوع متعلق بهالمسألة احنا طلاب هذا موضوع مرتبط وياه و هذا موضوع شوفوا انا اش اسوي لكم طلاب اخليكم موضوع موضوع شوية ب الشرح ما يعني بنوعا ما فكرة قوية واخلي واخلي وياه ديزاين حتى شنو اه الديزاين القريب الى مو كل الاسئلة اللي عندي الها ديزاين لكن احيانا بعض الاسئلة اكفت شي قريب الها فادمجهم اثنينهم حتى يكون الموضوع منتج شوفوا طلاب هنا اش عندنا هذا هذا الشرح يوضح لكم احنا الارثماتيك لوجيك يونت يدخل لها مدخلين هذا البي وهذا الاي وش قلنا هنا اذا تذكرون بالارثماتيك قلنا عمليات الاد والسبتراك وال ملتبليكيشن والديفجين وهكذا طيب هاي شنو عمليات الارثماتيك طيب زين عمليات اللوجيك شنو قلنا مثل الانت والأور والنوت اكس اور وعلى المليات الروتيت وعمليات الارثماتيك شيفت وهكذا عدنا مجموعة عمليات طيب هاي العمليات علي من ننجزها احسنتم عدنا معاملات هذا اي وهذا بي مثلا لو قلنا اي انت بي اوكي هذا السؤال قلت لك الطيني نتيجة اي انت بي وقلت لك اي مثلا تساوينا هذا الرقم بي يساوينا هذا الرقم انت ش تسوي هذا الرقم ويا هذا الرقم تطيهم انت الانت ضرب وكأنما فقط تضرب فالواحد في الصفر صفر واحد في الواحد واحد صفر فهاي النتيجة راح تطلع لك على هذا الاف الاؤتبوت صفر واحد صفر واضح هنا بالستيتاس هاي هاي النتيجة احنا منين اخذناها اخذناها من الارثماتيك لوجيك يونت هاي الارثماتيك لوجيك يونت هذا انبوت انبوت واحد هذا انبوت اثنية وهذا شنو الاؤتبوت واضح طلاب واضح احنا شنسوي بالستيتاس بيت كونديشن الستيتاس مرات طلاب من انجز عملية بالارثماتيك لوجيك يونت مرات قد تكون العملية اللي انجزها قد تكون هي مثل جمعة رقمين او طرحت رقمين اش طلعت عندي النتيجة طلعت عندي النتيجة ناقص سالب او احيانا مرات اجمع عدديا وذن العدديا يطلع عندي من هده كاري اضافة ومرات طلاب اجمع عدديا وذول العدديا اللي اجمع هم او اضرب عدديا ما عندي ذاكرة تكفيهم فيصير عندي overflow فهذا الرجستر بي شوفوا هذا الكاري يعني اذا عندي فتشي خارجي زايد واحد باليد احنا نسميه وهذا الاس هي الاشارة وهذا الز معناه اذا طلع لي الناتج صفر وهذا ال v معناه overflow هس انتو هذا ما رح الكلام هذا ما رح تعرفونه اذا ما اخذ لكم مثال تمام لو مو تمام خلينا ناخذ مثال وين المثال هذا المثال ايش قد يقول العدد عندي آني ايش قد يقول العدد عندي عندي اي هي واحد 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 صفر 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 والبي هي صفر 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 واحد صفر هو ايش طالب من عندي to perform a minus b وشي يريد شي يريد من عندي يعني ايش اجيب لكم سؤال طلاب اقل لك perform the following expression and find the content of status flag شوفوا طلاب ايش كم اسم الى اذا تقرون status flag code flag شوفوا شوفوا condition code flag bits اوكي status bit conditions من اقل لك هاي الكلمة شوفوا هو ايش اسمه status register bits طبعا انا اذا قلت لك طلعلي محتويات status register bits معناها اريد من عندك معناها اريد من عندك المعلومات التالي الكيري flag sign flag over flag والنتيجة صفر لو مو صفر اظن شلون اطلح واني شطيتك انطيتك العملية اي ماينس بي وانطيتك هذا الاي وانطيتك البي هاذي شلون نشتغل لها اول شي العملية اش عندي طرح اي ناقص بي احنا هاي المفروض بالسنوات السابقة انتو ماخذين الطرح الاي شلون نشتغل من نريد نطرح اول عدد الموجب نزل نفس ما هو مثلا هذا العدد اوكي ينزل نفسه وصلنا للناقص الناقص شو تصير تصير زائد والعدد اللي بعدها شن سوي له اللي هو البي هذا البي ناخذ لتوس كومبليمانت بس خلينا اتأكد هذا العدد الصحيح لو خطأت بي النقل شوف طلاب هسا شا سوي التوس كومبليمانت طلاب اعلمكم طريقة التوس كومبليمانت تعدك طريقتين مثلا هذا الرقم اشلون ااخذ لتوس كومبليمانت حتى ااخذ لتوس كومبليمانت ااخذ لالوانس الوانس شنو معنا ااخذ اول مرة يتحول للوانس الوانس الزيرو وان والوانس زيرو واحد صفر صفر واحد والنوب شا اضيف لها واحد فشيصر عندي صفر واحد اوكي صفر واحد اوكي هاي طريقة انو التوس تحول وانس بالبداية من خلال اقلب العدد الواحد صفر والصفر واحد وبعدها نضيف واحد واكي طريقة سريعة هاي الطريقة السريعة شو تقول انت تبدي تنزل الارقام مننا من اليمين مثلا صفر صفر اول ما تشوف واحد ينزل نفسه ما يتغير اللي بعده شكو رقم بعده سواء واحد او صفر الو جنو هذا اللي صار عندي هاني ممشغل ريكورد الو طلاب تسموني لو صار انقطع بالاتصال انقطع ورجع وياك استهلا انقطع ورجع وياك اوكي اوكي طلاب ايه زين نبدي ونبدي نغير فيصير هيتش العدد فهس انا ااخذ التوس كومبليمنت التوس كومبليمنت اذا تحبون ارفع عنها ارفع لها فيديو مو مشكلة اوكي فناخذ التوس كومبليمنت لهذا العدد صفر صفر وصلت للواحد ينزل نفسه مو انا ما اخذ لها توس كومبليمنت وصلت للواحد ورا شك عدد ثاني الاعداد اللي ورا الصفر اقلبه واحد والواحد اقلبه صفر فصار فصار واحد واحد حسش اسوي اجمحهم جمع عادي صفر زاء الصفر صفر صفر زاء الصفر صفر واحد 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 لا اهنان الصفر لا لا اهنان صار واحد واحد هسه اش اسواني ما عندي مشكلة دائما الساين بت هو البت الاخير البت الاخير فاذا كان واحد شوفوا الساين بت البت الاخير اخر بت اذا كان واحد معناه سالب او نيجاتيب واذا كان صفر معناه موجب او بوزيتف اوكي فبما انه هاذا شوفوا البت الاخير هنش كم بت هذا البت زيرو وبت واحد وبت تو وبت ثري وبت فور وبت فايف سيكس وبت سيفن هاذا همين بت زيرو وبت وان تو ثري فور فايف سيكس وبت سيفن واضح فبت سيفن خلي شوف شنو الطلاب شنو اول واحد ينزل واللي بعدا قلبه او اه اه حسن شنو اللي اعيده اللي استاذ استاذ عيدها شو تريد اعيد لك شوفوا طلاب خلي اعيد لكم شنو اللي اعيده المثال كله اوكي اوكي وياي طلاب وياي طلاب طلاب وياي طلاب انا اجيب لكم سؤال السؤال شي يقول يقول منا راح اقراه باعوا منا منا يقول باعوا اجيب لكم اجيب لكم اما اجيب لكم او اجيب لك استاذ رجستر بيت او هنه ثلاث اه او كونديشن كونديشن الستيتاس بت من اقول لك هيتشي انت حافظ الستيتاس بت هذا شكله شبيه عندك كيري فلاك وعندك ساين فلاك وعندك اوفر فلاك وعندك زيرو فلاك خلينا نشوف شنو دولة معناها الكيري فلاك اذا كان عندك كيري او برو انا هسا طبعا هنانا شكم بت اللي اشتغلت عليهم ايت بتس اذا تحسبون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ايت بتس يعني هاي السي بيو اللي عندي الاليو الارثماتيك انت لوجك تيونيت يدخل لها اي ويدخل لها بي وهاي الاف اش قد هنانا يطب ثمانية بتس وهنا ثمانية بتس واضح والاوتوت هنانا ايضا ثمانية بتس واكيد اش عندي طبعا عندي كيري الكيري منها يطلع ما عندي مشكلة بي اوكي هسا راح نشوفها بالرسم اش لون الكيري يكون منين داخلي انا مو عندي بتزيرو بتوان كيري انا عندي ضوالش قد حققولي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا احسبهم يطلعون ثمانية اذا ال كييري وراء منه يطلع واللي من أجمع ذوله من أجمعهم البت السامن من أجمعه وجاء البت السامن راح أما يطلع من عنده كاري أو يطلع من عنده بارو يعني إذا طلع بارو مثلا هم يطلع واحد البرو والكاري هم يطلع واحد أو إذا طلع صفر يعني ما عنده كاري فأشف شن اللي يخرج من نانا أجي أخليه هنا قيمته بعد أن أجمع طبعا راح أجمع هماني الساين فلاك البت الأخير للنتيجة هنا مرح تطلع لنتيجة عدد هاي النتيجة النتيجة أشوف البت الأخير أحطها ساين الأوفر فلوك أخذ اكس اور الآخر عدديا وذا النتيجة طلع الصفر هايزي وذا مو صفر معناها مو صفر هسه أنا أريد أحل هذا المثل مالي أوكي زي أنا شو يقول العدد أي ناقص بي أي ناقص بي احنا شو تعلمنا باللوجيك ما عدنا ناقص ما يطلع أكثر من بت يا واحد يا صفر أي ما يطلع هو بت واحد احنا باللوجيك شو تعلمنا طلاب هذا العدد الأي وصلنا للناقص الناقص قلنا أنا أردحل هاي المعادلة الناقص قلنا ما كو ناقص شن حوله زائد وناخذ التوس كومبليمت للعدد اللي هو متأثر بالناقص اللي هو البي هذا العدد أخذ لها توس كومبليمت زيرو زيرو وان من تاخذ التوس كومبليمت تبدي تنزل من اليمين زيرو من أول عدد أول ما تلقى واحد أول ما تلقى عدد هو واحد ينزل نفسه بقية الأعداد الصفر تقلبه واحد والواحد تقلبه صفر يعني هس هذا هو شيء يجا ورى الواحد أنا أول واحد هذا نزلت نفس ما كان اللي هو هذا بعد شنو صفر ايش راح يصير واحد بعد شنو واحد راح يصير صفر والبقية ذا نشوفهم ثلاث صفارة راح يصير ان واحد هسه شا سوي أجمع جمع عادي ما عندي مشكلة أوكي ما عندي أي مشكلة صفر زائد صفر وكأنما جمع هذا صفر صفر زائد صفر صفر هذا واحد هذا واحد هذا واحد واحد زائد واحد صفر وباليد واحد شوف خلأ أسوي الباليد بغير لون هذا باليد واحد أوكي واحد زائد واحد صفر وباليد واحد وعندي واحد إذن صار واحد وباليد واحد واحد زائد واحد زائد واحد واحد وباليد واحد هس هذا طلاب شوفوا هذا يمثل الساين بت وهذا يمثل الكيري بت أوكي وإذا أخذت اكس أور الذن العدديا هذا العدد وإيه هذا العدد أخذلهم اكس أور دولش راح يطوني الأوفرفلو وإذا باواتلها النتيجة طلاب إذا لقيت ما بيها ولا صفر إذا لقيت بيها واحد إذا لقيت بيها ولو عدد واحد هو واحد أوكي هذا طلاب مننا هذا العدد إذا لقيت ولو عندي واحد فقط واحد واحد أوكي فقط رقم واحد هو واحد معنى الزي تساوي صفر أما إذا لقيتهم كلهم صفارة الصير الزي تساوي واحد زيان هس آني إش صار عندي خلينا الكيري لقيته لأمون لقيته لقيته هذا واحد أجي أخلي واحد زيان بعد شنو ورا الكيري الساين فلاك هذا مو الساين فلاك حصلت الساين فلاك لا مو حصلته واحد واحد خليته بعد ش عندي الفي هذا عندي واحد وهذا عندي واحد واحد Exclusive OR الواحد Exclusive OR إذا مختلفات يضطيني واحد وإذا مش شابهات يضطيني صفر فالواحد Exclusive OR الواحد هنم مش شابهات إذن يضطيني صفر يضطيني صفر أوكي وأخيرا إش عندي Zero Flag هاي النتيجة باوعول إياها كل ها صفارة لو بيها واحدات بيها واحدات إذن الزيرو إذا كل هم واحدات إذا توفر واحد إذا كان عندي ولو عدد واحد معناه Z صفر لكن Z واحد وين لما كل هم يساوون صفر فهذا جقص صار صفر إذن Control Flag شوفوا راح أكتبه من جديد Z F S C 1 1 صفر صفر أنا أريدك بالامتحان هذا الطينية أنطيك نفس هالسؤال وأطيك عدديا بس قد أطيك A زائد B قد أطيك A في B قد أطيك جوز A A and B يعني أطيك أوبرايشن من الأوبرايشن اللي إحنا دارسينها هكو سؤال شوفي بشرة ويمتى يكون عندك صفر باوعي يصير عندك صفر النتيجة هسا باوعي النتيجة طلاب خلينا الصفر كلكم وياي كلكم وياي الصفر أنا هساش عندي هاي الأي والبي أجي أطلق أشتغل النتيجة مالتهم هاي الرزالت خلنا سميها R أوكي R أجي أجي النتيجة هس هم جمع هذا صفر واحد 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 صفر واحد واحد وهذا كاري باوعي لهاي النتيجة النتيجة صفر لو مو صفر كرقم بايناري إذا كانت إذا كانت كرقم بايناري تطيني صفر أخلي واحد أخلي هنا واحد لكن إذا كانت مو صفر يعني مثل واحد اثنين اثلاث هسه مثل هذا هذا العدد شوفوه إذا أخذنا لقيمة بالبايناري لقيمة لو ما تطلع لقيمة أكبر من الصفر لو ما تطلع لأكبر من الصفر تطلع إذا طلعت لقيمة أكبر من الصفر مثل واحد أخلي هنا أنا صفر لكن إذا هذا العدد لو طالع لي هس هذا العدد بشرة كل الطلام لو طالع لي هذا العدد صفر 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 مش كم صفر ثمان صفارة لو طالع لي كلهم صفارة أجي أخلي هنا أنا واحد واضح لكن لكن يعني ما تخلون بالزي واحد إلا يطلع لكم كلهم أصفارة النتيجة تطلع لك أصفارة خلاف ذلك خلي واحد مفهوم؟ مفهوم خلي نشوف شنو خاف واحد عدة سؤال عن الزي ها أستاذ عيدها بس الناقص تنقلب أستاذ الأوبرايشن البقية نتعامل كوبي بس هل تم معدكم شوفوا الأس يعني الساين تروحون على آخر بد إذا كان واحد يصير آخر بد إذا كان واحد معناه الأس تخليه واحد وإذا كان صفر تخلي شنو الآخر بدت تروح ش تلقى بآخر بدت شوفوا طلاب يعني هالثاني إجيت وإنا آخر بدت هنا أنا خليني أمسحها طبعا أنا أمسح وارجع وامسح وارجع لأن الشاشة حتى لا تدوس عليكم صفر صفر واحد 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 صفر واحد واحد وهذا الكاري هاي هاي النتيجة وين آخر بدت طلاب؟ آخر بدت هذا هذا ش تلقى بي؟ روح خليه بالساين إش قد لقيته هنانا؟ لقيته واحد رحت وخليته بالساين بس هنانا طبعا إذا واحد الأس إذا كان واحد معناه سالب عدد ناقص سالب أو ناقص سالب وإذا كان صفر موجب معناه أو بوزيتف يعني هس هذا العدد ناقص ناقص له بوزيتف موجب له سالب أحسنتم عدد سالب ليش؟ لأن واحد منين شلون عرفت هذا العدد سالب؟ رحت الآخر بدت وشفته زيان الكاري منين أأخذه؟ شلون أأخذه؟ أروح للكاري هذا الكاري شوفوا الكاري؟ هو الرقم الرقم راح يطلع لي نتيجة ويطلع لي وياها كاري إش قد الكاري واحد؟ أجيب الواحد وأخليه هنا الساين الاس شلون أجيبه؟ البت الأخير مو البت الكاري هذا البت هذا البت للكاري وباعو اللي دا طوخ عليه وهذا البت المن اللي دا طوخ عليه هسه اللي خليت عليه شخطه هذا آخر بد آخر بتجيبه خليه بالساين زيان الزيرو اشتا أنا عرفه؟ الزيرو أباعو للنتيجة وباعو لي هالنتيجة هاي كل النتيجة إذا كانت زيرو كلها صفارة خلي واحد إذا كان بيها ولولو عدد واحد واحد أخلي صفر أوكي الأوفرفلو شو سوي له؟ الأوفرفلو عندك الكاري آخر كاريان أوكي عندك يعني هذا الكاري وهي هذا الكاري تأخذ لهم exclusive or وتخلي لهم هسه شلون؟ هسه أكو شغلات هي من المرحلة الأولى أنتوا لازم عارفينها راح تحتاجونها هسه راح أكتب لكم الساين بيت الساين بيت يعني بيت الإشارة شلونة عرفة من من آخر بيت آخر بيت للنتيجة النهائية الخارجة من آرثماتيك آنت لوجيك يعني وينها بالرسم طلاب؟ وينها بالرسم؟ هاي وين هشوفوها؟ هاي هذا يطلعلي إشكم بت بت زيرو بت وان بت 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 ثري بت فايف بت سكس بت سبن يحسبوهم اثمن بت تاثن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثماني وبعد اش يطلعلي؟ باعوا لي يطلعلي هذا كيري كيري ثامن وكيري سابع فهاي النتيجة من عدها اطلع الساين بت هو شقد عدك طلع لك واحد روح خلي واحد طلع لك صفر خلي صفر زين بعد اش عدك هاي النتيجتك هاي النتيجة اباوح اذا كانت كلها اصفار كلها صفر شاخلي بالز زي اخلي واحد واذا كانت اي عدد غير الصفر شاخلي بالز اخلي بالز صفر بقى شعندي بقى عندي الكيري الكيري مبين هاي اذا طلعت للنتيجة بيها كيري اجيبه اذا صفر صفر واذا واحد واحد اخلي عدكم اصعب شي الاوفرفلو الاوفرفلو شا سوي الكيري السابع ويا الكيري الثامن تاخذ لهم اكس كلوز اوكي بس انت شنو لازم حافظ التروث تايبل ما الاكس كلوز اوكي اذا عندك عددين النتيجة مالتهم اذا مش شابهين صفر واذا مختلفين واحد اوكي فهسا اذا شوفون احنا اش طلعت ان الكيري السابع والكيري الثامن واحد واحد باعوا الكيري السابع هنا هذا الكيري السابع وهذا الكيري الثامن الكيري تعرفون يعني اللي باليد هذا واحد وهذا واحد احنا بالتروث تايبل اش عدنا اش يقول تروث تايبل اذا تذكرون وهي الفانكشن صفر صفر واحد يقول كلهم اذا كان مختلفين واحد واذا مش شابهين شوف ذول مش شابهين ذول مش شابهين طلعا للنتيجة صفر بس من يختلفون يطين واحد بما انه ذول مش شابهين إذن النتيجة صفر فهس إش صار عندي النتيجة النهائية ما ألتقاني الكيري قلنا شنو واحد والساين بيت واحد يعني عدد سالب والأوفرفلو واحد إكسكلوزف أور الواحد صفر والزيرو هل النتيجة صفر لا النتيجة مو صفر إذن هي صفر أوكي هنا شوفوا هنا هاي ليس سرعتكم إذن نتيجة صفر أخلي واحد وإذن نتيجة مو صفر أخلي صفر يعني هنا بالعكس إذا كان عددك شوف هنا عددك مو صفر اللي اشتغلت عليه أخلي صفر إذا طلع لي صفر أخلي لواحد واضح هذا الشكل شوفوا هذا الشكل الشكل هذا مو حفظ لا لا تحفظونا لا تحفظونا هذا الشكل بس شنو بس طلاب شنو الشكل مو حفظ لكن شنو أنا من أقلك الستيتس ريجستر أنت تعرف شوف يعني بالسؤال ش أجيب لك بالسؤال هسا أنا راح أجيب لك سؤال أخلي لكم هومور كات راح أجيب يجيك السؤال يجيك السؤال بهالصيغة طلاب بعولي بهاي الصيغة تشوفوها consider an 8-bit arithmetic logic unit as shown in figure 8-8 the largest unsigned number that can be accommodated in 8-bit هلقد أش أجيلك أجيلك ها يجمع علي أنا أجيلك let A let A هلقد و B هلقد to perform higher operation the ALU takes second compliments أجيلك شنو محتويات what are contents of status bits bits أوكي أريد محتويات status bits أوكي أوكي طلاب أعتقد هاي هي أني توقف لليوم ما أكو مشكلة طلاب اللي عنده سؤال حاب يسأل يبقى اللي ما عنده سؤال ما عنده استفسار ها هي تدللون واقف أنا أنا وقف الطلاب ها هي اللي عنده سؤال يبقى واللي ما عنده سؤال يتفضل بس أقلكم منه كان ويا أنا ممثل الشعبة تمام لم لي الأسماء اكتب لي الأسماء ودزلي إياها واضح محمد علي صادق الأسماء الأسماء ما زملائك اكتب لي إياهم ودزلي إياهم على التليقرام خليهم على التليقرام نزلهم بلغوا كانوا يعني يمكن ممثلكم بلغوا يسجل أسماكم مو مشكلة محمد قاسم قطي اسمك للزميلك الاسم ما لتك قطي الزميلك منه اللي أعتقد محمد علي صادق مو الممثل أنطيل زميلك وخليه حتى يسجل الأسماء بورقة ويخليهم بالجروب مع التليقرام زين زين أي لمحمد صادق دزوا أسماكم لمحمد صادق أنتم من حضور 22 اليوم دزوا أسماكم الزميلك محمد صادق وهو يرفعها للجروب ما للتليقرام حسن حسن المنصوري الأستاذ المنزة ممات إن شاء الله إن شاء الله اليوم العصر بسلامة أرفع لكم المحاضرة وأرفع لكم هومور الثلاثة وعشرين الأميديات شنو هاي شنو أم بي ثلاثة وعشرين ما شنو حسن المنصوري شنو ثلاثة وعشرين الأميديات الحضور ها الأتانديز أتانديز أتانديز هسه طلاب مو مشكلة الحضور أنا أعرفكم وأدري بكم أنتم من الطلاب المواظبين وما عندي مشكلة منو عنده سؤال بخصوص الثري أدريس مرتضة لا انتظر مرتضة علي كمال شبيه الثري أدريس تقصد على الانستراكشن اللي ثري أدريس شوية شوية انتظروني أستاذ ممكن ناخذ بعد مثال ما مشكلة هنا مستاذ two أدريس هس مرتضة علي كم شنوش عندك مشكلة بال two أدريس لو ثري أدريس التو أدريس صحيح ده زيت لي أكو حليا شوف مو أكو حليا بالحقيقة انت لازم تستخدم الرجسر اللي يجمع أستاذ المعادلة شوفوا طلاب انتظروني واحد واحد أجيب أجيب على أجاوب على أسئلتكم هس مبدئيا عندي مرتضة علي كامل مرتضة علي كامل يسأل على two two addresses يقول بها حليا شوف مرتضة two addresses تذكر شنو المثال اللي كان موجود مرتضة علي كامل انتبه ويا فأعتقد كانت ال X يساوي لنا A A في B مثلا تمام تمام التو address شنو الفلسة فما التو address عدنا ال operation شبيهة بما انه two address من اسمها two two address معناها شنو تاخذ two operations يعني هذا OPR واحد و OPR اثنين الطلاب احنا بما انه نشتغل two address راح يكون عدنا دائما لازم اكو رجستر لازم اكو عدنا رجسترات وسطية تشتغل يعني اش راح يصير عدي بال two address راح اقول move لل R1 قيمة A بعدين اش اقول add add ال R1 ويا من ويا ال B واضح بعدين move لل X قيمة R1 واضح مرتضى شوف اش سويت اول قيمة هس هاي عندي المعادلة اول ما نقلت هال register عندي اكو register ال add move هاي العمليات كلها تشتغل عندي مجموعة من ال register مثلا احنا موريس مانا افترض واحدة من الدزاينات كان عندنا 16 register R 16 من R 1 R 16 R 15 عفو اوكي وكان الحقل الخاص بالregister register field هو 4 3 2 2 4 يساوي 16 اوكي بعد شنو الحل الحل الثاني تقصد يعني تقصد انه يكون عندك يكون عندك التالي يكون عندك تقصد انه هي تريد تحله عاد لل A وال B هي تقصد هذا الحل الثاني وبعدي move A لل X تقصد مرتضى هذا الحل الثاني انتظر انتظر مرتضى انتظر شوف مرتضى خلي نحل 2 address بالحل اوكي انتظر هذا 2 address واني المعادلة عندي X A في B عدي حل يقول move لل R1 B وبعدين add R1 وهي A وبعدين move R1 لل X هذا حل A الحل الثاني اللي تعتقد انت اللي تسأل عليه تقول استاذ ليش ما نقول طبعا هنا مو add عفو mult mult انا اخطأ بيها دائما الحل الثاني اللي انت تقول هذا الأول الحل الثاني اللي تسأل عليه تقول mult A وي B وبعدين move A لل X محمد وياي المرتضى العفو وياي وياي بهذا هذا هذا اللي خليته بالمربع هذا الحل الأول وهذا الثاني أوكي الحل الأول والثاني بالنسبة للحل الثاني ما يصير هذا شوفه خطأ ما يصير ليش ما يصير ليش ما يصير اكو واحد يقدر يجاوب من الطلاب لان عمليات الموف عمليات المال الآن لازم عندي جنرال بير بس ريجستر وياها جي بي آر ذول جي بي آر من آر واحد آر ففتين أوكي مرتضى وضحت لازم اشرك بيها جنرال بير بس ريجستر دائما هاي العمليات سواء الوان ادرس او الثري ادرس دائما لازم اشرك بيها جنرال بير بس ريجستر اكو ريجستر ينجز العملية ما اقدر اروح اروح المواقع ذاكرة وانجز العملية لان الذاكرة مجرد المكان احفظ به عملية انجاز الوبرانش لازم تتم عن طريق ريجستر هذه الرجسترات قد تكون اسمائها R من R1 مثل الى R15 واضح واضح بعد شنو مرتضى شنو السؤال اللي بعده خلي نشوف وضحت بعد ما ننتهي من الحل ونحدد مثل عمليات والسهل كم يستغرق وعلى اي عسال اوكي وهذا استعد اياهم اصح الحل واحد ماكو حلين سؤالك مرتضى بالضبط هو هذا استاذ اياهم اصح تمام استاذ الاصح الواحد الثنين مو صحيح لان لازم عندنا ريجستر ينجز العملية عندنا ريجسترات تنجز العملية حسن المنصور استاذ وضحنا بعد ما ننتهي من الحل ونحدد مثال العمليات والسهل والصعب اي وبعدين نحدد السهل والصعب استاذ اذا امكن بعد هذا الشرح تعيده موسى شنو شنو اللي احدد لك بالاستاذ اخذ مثل على الضرب سعد منجل اخذت هو الضرب كان عندي الضرب حسن المنصور اللي هي نور فايق هذا المثال x يساوي اي زائد d في c زائد d احنا اخذ ناشر احنا شنو اللي شنون نحلى نور فايق شنو اللي شنون نحلى ونحدد مثلا صعب ها استاذ شلون حلو نحدد شوف حسن المنصور انت مو تشتغل انت مو تحلهم شوف باوع لي انت باه لي انت سويت جدول هذا شسم ال 3 ادريس وهذا 2 وهذا ال 1 وهذا الصفر تمام وهناش تخلي جدول لل feature لل للخصيصة المعينة من راح تكمل حلهم انت راح تشوف مثلا هذا يتكون لك code هذا خمسة كوادة مثلا هذا سبعة هذا تسعة مثلا اوكي فأنت تقول جوه عدد مثلا هذا قليل او جدا قليل هذا قليل هذا كثير هذا كثير للغاية اوكي اوكي من حيث الكلوك اش قد ياخذ وقت حتى ينفذ هذا يكون كثير للغاية هذا كثير هذا قليل هذا قليل جدا اوكي من حيث السرعة السبيد هذا بطيء للغاية هذا بطيء هذا سريع هذا سريع للغاية بالمقارنة طبعا وجدول هو ان تقدر تاخذ من زملائك من زملائك تسألهم وتقدر تاخذه اوكي جدول من زملائك حسن المنصوري جدول تاخذه وتحله موسى استعظ شرح الادرسنج مود موسى تقصد الادرسنج مود اللي هي الدايراكت والإندايراكت وغيره موسى تسمعني موسى اللي ايميلك موسى عشرين عشرين نعم شف موسى الادرسنج مود هذي وين باو علي موسى انا اجيب لك بالامتحان اجيب لك هذا الشكل مثلا اجيب لك مثلا اجيب لك محتوى البروغرام كونتر محتوى الاروان 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 اوكي وانطيك هاي المواقع حيتي انت شلون تحل وشنو اللي اطلبه من عندك اما اما انطيك ياب هالصيغة وانت تكتب لي هذه الصيغة اللي اشرت عليها بالسهم وتطيني المعنى لاني لمطيهم بالسهم او بالعكس باو علي بالعكس او انطيك اقل لك اطيني الدايركت ادرس الان دايركت انت تكتب لي هذا وتكتب لي هذا وبالنهاية تطيني قيم يعني شوف بالنهاية وين الجدول اكو جدول شوف هذا الجدول اريد هذا الجدول تمليلي واضح حتى تحل انت لازم ما تقدر تحل اذا ما حافظ هذا الجدول بالدايركت ادرس تاخذ اش قد الادرس الموجود عندك هذا يروح قبل الادرس مثلا احنا بالمثال شان 500 تروح لل500 اش قد العنوان اللي بال500 المحتوى تجيب تخلي كمحتوى بالان دايركت لا تروح الادرس ثاني مزيلا بالريلاتف تروح للبروغرام كاونتر تجمع ويا الادرس بالان دكس تروح للان دكس ريجستر بالرجستر ريجستر بالرجستر ان دايركت وهكذا يعني ما 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 عدي مشكلة بيها يعني اسا بالدايركت شوف بالدايركت ادرس اروح للانستراكشن هذا الانستراكشن هذا الانستراكشن ما لي بالدايركت شي يقول الادرس موجود بنص الانستراكشن نشقد الادرس 500 اروح للعنوان 500 وان القى العنوان 500 فاش صار عندي بالدايركت اسا هذا الجدول ما لي يجي بالامتحان الادرس والكونتينت 500 اشجاد 800 الادرس 500 والكونتينت مالته طبعا هذا بعد وان يوديها للأكيوميليتر ينقله بالانداركت شي سوي لا الادرس محفوظ بنص ادرس ثاني يعني ال500 هي ادرس هذي تكون ادرس ثاني اللي هو 800 فراح يصير عندك 800 300 واضح بالرجستر الادرس اللي اسمه رجستر تروح اش قد عندك القيمة ما هذا مو محتوى ميموري رجستر هو رأسا القيمة انا اريد 400 بالرجستر انداركت هذا القيمة تصير عنوان فاروح لل400 صارت هذي 400 عنوان واش قد موجود عدي 700 اوكي الاتو انكريمنت نفس الريجستر و700 بس الفرق يصير محتوى الاروان يصير عندي اضيف علي واحد يصير 401 الاتو ديكريمنت اش قد عندك 400 قبل لتنقصها واحد يصير 399 هاي ال 399 راح تلقى بيها المحتوى والإميديت الإميديت ما عندي أدريس ما عندي أدريس ما بي أدريس قيمة قبل اللي هي 500 واضح طلاب هاي المنزمة نفسها أنا راح أرفحها بس أنا هاي الشقابيط صراحة شوفوها هاي الشروحات أنا أشيرها ما أخليها لأن هي أصلا ما راح تصير مفهومة كلون راح تصير مفهومة هس تقدر بالجسمة تلقاها الفيديو أنا راح حس لا أكمل راح أرفع الفيديو هس بس أكمل الفيديو أخلي وأرفع إن شاء الله يعني راح تلقونه جاهز بعد أكو سؤال طبعا أنا أكو هاي المحاضرة كلها شارحة يعني الطريقة كل المحاضرة شارحة بالمحاضرة السابقة بشكل مطول يعني أوكي قلاب أكو سؤال بعد شنو السؤال لعدكم استاذ الخيارات شنو نزلتين شنو فائدتين مع البرنامج يا برنامج استاذ بقى السالفة الفيديوهات شوف من تروح على اليوتيوب شوف أنت مو راح تسجل دخول مثلا هس أنا هاي على صفحة جوجل ش تسوي بصفحة جوجل تسوي تسجيل دخول أنت هس شلون هس أنا ظاهر مسجل بهذا الإيميل تشوف الإيميل هذا مالي أنا اللي مسجل من عنده اللي يمطي كم يا الحسين الحسين آت يوهد آت العفو يو يو فوس دوت كم كون أنت متأكد مسوي دخول مننا تدوس على ذن التسع نقاط تروح على اليوتيوب راح تروح تتحول على اليوتيوب من تتحول على اليوتيوب راح أنت شنو من تتحول على اليوتيوب أنا طبعا مطيك لينك هوكي يعني أنت أول مرة تسوي ثاني مرة تروح للقناة مالتي مثلا عندك لينك أنت رايح للقناة مالتي من تدخل على القناة مالتي راح تطب تروح على الجهة السابسكريبشن أوكي بالسبسكريبشن تدور على اسمي مثلا أحمد الحسين بس أنا هسا ما ألقي شوف لقيت هم لقيت اسمعها راح تلقى هنا شوف المايكرو بروسيسر شوف شوف باوع محاضرات جمعت المايكرو بروسيسر جاي تباوع تبدي بحرف MP MP أوكي MP MP محاضراتكم بايش تبدي comp comp c o m p أوكي هاي اللي يتميز محاضراتكم عن المحاضرات مال المايكرو بروسيسر يقدر مباشرة من الرابط بعد التب بين هاتكم تعاونوا تعاونوا زين بعد شنو الأسئلة يقدر مباشرة من الرابط يقدر مباشرة يعني احنا محاضرات تبدي بال comp اي محاضراتكم تبدي بال بعد شنو منو عنده سؤال منو عنده سؤال منو حسن المنصوري اللي يملك حسن استاذ الخيارات اللي نزلتهم بالكلاس شنو فائدة همال البرنامج يا كلاس يا خيارات تقصد تقصد الامسكيو هذا هذا امتحان خاف الامسكيو قلت لكم هذا امتحان تمتحنونه اي الامسكيو بس بعدها هذا ما كامل لا تجاوبونه هسا بعدها منو اقلكم جاوبوا عليه يا الله تجاوبونه هذا تجاوبونه واحسب لكم عليه درجة بسلامة لا المفروض متحن لبعد عموما هو انا هسا راح اقل لكم هو شوف هذا معلومات عامة يعني انت تقول هسا حلية والدياتا بس ما فهمت منا شي بالحقيقة هو هذا احنا جزء اكو انا اشرح لكم يا وجزء المفروض تتحمل عموما هو هذا الجزء الاكبر من عنده شرح يعني والجزء الاكبر من عنده يعني معلومات عامة عالسنوات السابقة بس هو لا هو مو شغلة ما تروح درجتك هو انت احنا انت ليش هو نفس الاختبار بس الاختبار بعدها ما كامل بعد بي كم سؤال فاني قلت اخلي لكم اياه واقلي لكم يعني هسا بدأ حلو لكم مدة هسا لاش شي لهم ما اعطيكم علي مدة يعني اعطيكم اقل شي اسبوع من اخلي اقل شي اسبوع كن مطمئن اي بس التلات حلة الا اقل لكم يصير حلة مرة ثانية حاليا لا تحلة الا انا اقل لك يا الله تحلة اوكي طلاب بعد شنو عدكم سؤال عدكم سؤال بعد طلاب غير هاي الاسئلة يمكن راح يسأل تسجيق خروج ودخول طلاب انا حليت ورسلت نسمعك استاذ استاذ اذا شنو هذا المكتوب اكو انا الكلمات مرات ما تطلع يعني بالامتحان سوي بش شنو استاذ بخصوص الهوم مورك صح اذا شنو طلاب مرات ما تطلع عندي كاملة الكتابة مقصوصة تطلع عندي علاوي حسن واحد اثنين اثلاثة اذا اي شي ادز على مثل محاضرة او قوز لما ادخل عليه لما ادخل عليه يطلع لي الشاشة سودة فقط ما افتهم شنو اللي تقصد انتظر علاوي حسن خل افتح لك المايك احتي يلا احتي شنو شعده علاوي حسن يلا احتي صوتك سمع اللي امير لك علاوي حسن احتي سلام اهلا وسهلا هلو اي شاشة سودة اخاف انه ضعيف مرات انه ضعيف وصير بهاي المشكلة احتمال احتمال انه الضعيف عموما هاي اعالجها مو مشكلة بس هاي المشكلة عندك اعالجها هاي المشكلة حرب الهومورك ان شاء الله اصحح لا تستعجل ان شاء الله اصحح اوكي بعد معتكم اي سؤال طلاب يلا ان شاء الله ذاعدكم اي شي احنا نتواصل اتأكدوا من الاسماء يجزها الممثل الشعبة وقلوا له خلي يرفحها على التليجرام في امان الله اتمنىكم الموفقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة